السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف عفية أهلا وسهلا بكم اليوم سأبدأ بموضوع الهيلينج اند ريبير تمام خلصنا الحمد للغاية في الفيديوهات الماضية الاخيوت انفلميشن وخلصنا كمان الكرونيك انفلميشن هلا احنا بغض النظر ممكن يكون اكيوت او كرونيك انفلميشن خلالهم او بعضهم دائما لازم في عملية كتير 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 مهمة تكون موجودة وهي الهيلينج تمام اللي هي زي ما تحكوا اصلاح الانسجة التالفة والخلايا التالفة كلهاد زي ما تحكوا بنكون بنصلحوا لانه اكيد خلال الانفلميشن خلال الالتهاب في خلايا من جسم الانسان بتكون عم تموت وفيه انسجة بتكون عم تتلف وفيه توكسنز بكونوا عم يطلعوا وفيه لازوزوم الانزايم بكونوا برضو كوان عم يطلعوا وفيه نيكروسس بكون عم بصير فكل هاي الشغلات زي ما تحكوا احنا بنصربنا نصلح بالجسم مكان ما احنا خربنا هاد الاشي بصير عن طريق عملية احنا بنسميها الهيلينج تمام فخلينا هلا بسم الله يلا نتعرف شو هي الهيلينج الهيلينج بكل بخاطة هي عملية اصلاح الانسجة والخلايا التالفة بعد الانفلميشن حتى يرجع كل اشي لوضعه النورمال تمام فخلينا هلا شوي نحكا هلا الهيلينج يعني انه انا بكون عندي مثلا هون زي هون اورغان تمام بالجسم لنسترد صار فيه التهاب وفقد خلايا منه ماشي في خلايا متة زي هاد الفريغ اللي انا حطته لكم اياه انه انا في عندي هون خلايا ميتة هلا بكل بساطة عملية الهيلينج تعني انه انا بدي اعبي هاد الفريغ اللي نتعرف عن موت الخلايا اللي هون يائم ابعبيهم من نفس نوع الخلايا اللي كانت موجودة قبل يعني لو كانت خلايا ليبر فانا برجعهم خلايا ليبر لو كانوا خلايا مثل بروح برجعهم خلايا مثل وهكذا تمام هاي العملية احنا سميها الريجينيريشن انه انا برجع نفس نوع الخلايا اللي كان موجود يعني بعمل خلايا جديدة من نفس النوع هاد هو الريجينيريشن بس الريجينيريشن طبعا ما بيوزبط بكل الاماكن يعني فيه اورغانس بالجسم وفيه انواع خلايا بالجسم ما بوزبط انها تتجدد ماشي فعلشان هيكا وجد النوع الثاني بالنوع الثاني احنا بنكون نعبي هاد الفريغ اللي نتج عن نوت الخلايا بخلايا غير عن اللي كانت موجودة بخلايا غير متخصصة بس بنكون بنحط خلايا بس علشان نعبي الفريغ فبنكون بس نرسب هون الياف علشان شو نسد هاد الفريغ ماشي وهاي هي اللي احنا شو بنسميها عملية الريبير تمام فالريبير هو بس انه انا ارسب الياف هيك اسكن مكان الخلايا اللي ماتوا تمام فهاي هي عملية الريبير فالخلاصة من الموضوع انه الهيلنج هو عملية الاصلاح وبتكون على شكلين يا اما الريجينيريشن انه انا احط خلايا من نفس نوع الخلايا اللي فقدتها او يا اما ريبير يعني انه هون ارسب الياف واحط خلايا كنك تفتشو بس علشان شو بس علشان شو بس علشان عبي هاد الفريغ اللي نتج عن موت الخلايا تمام هاي هي الفكرة العامة من الريبير تمام هلا الريبير كربير يعني احنا رح نا او نزم تكون هيلنج رح ناخده احنا على فيديو هين الفيديو هاد رح يكون فيديو مقدمة ومعلومات باسيك اساسية نفهمها حتى نفهم الريبير وهذا هو يا زي ما تحكوا فيديو اليوم بس رح يكون اشياء باسيك نفهمها ضروري كتير عشان نفهم الريبير اما الفيديو القادم اللي هو رح يكون الفيديو التاني رح نشرح فيه الريبير بالتفصيل تمام فهذه هي خططنا خلينا هلا بسم الله نروح نشوف السلايدات ونبلش بس شو بس اشياء باسيك اشياء رئيسية نفهمها حتى المرة الجاي ان شاء الله نفهم الريبير سوا هاي اول سلايد بموضوع الهيلينج ان الريبير اول شي احنا اخد انتردكشن مقدمة عن الموضوع ما شو بحكولنا عن انجيري and any associated acute inflammatory response has resulted in necrosis of specialized cell and damage to the surrounding matrix the host response must include attempts to add replacement of the dead cell by healthy tissue شو يعني هات الحكي انو انا بحكولنا لو كان في انا عندي acute inflammatory response ماشي has resulted in necrosis of specialized cell شو يعني هات الحكي لنفترض انا هي كان في انا عندي هون liver ماشي تمام وكان فيها specialized cell يعني خلايا متخصصة بالليبر احنا شو بنكون نحكي مثلا عن الهيباتوسايت فلو كان انا عندي هون هيك كلهم شو هباتوسايت 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 معادة بهذا المكان مثلا لا انا فقدت الهيباتوسايت ماشي هاي هاي الدائرة اوكي فانا هيك ان زي ما تحكوا بكم فقدت خلايا متخصصة يعني شرط انها تكون شو خلايا متخصصة ماشي بسبب شو بسبب دمج وبرضو كمان كان في دمج للخلايا هاي اللي انا فقدتها هاتا الاشي راح يحكولها بخلايا سليمة اه بضل الخلايا شو اللي هذا هو المقصود في ايه بكلمة اوكي الهيلنج بيشمل شغلتين الاولى زي ما انا قبل شوالي سيحكيت لكم اللي هي والتانية اللي هي الريبير هلا الريجينيريشن هاي بيحكولنا بيحكولنا ماشي انه مثلا انا هون عم نحكي عن بيكون انا الخلايا الريبير اللي ساتها عايشة اللي هي بتكون هي تعمل برولي فريشن تضاعف حتى تعوض هاي الخلايا اللي ميتة ما انا شايفة انا هون هادي الفريغ الزهري هلا بدوريكم اياه بالاسود خيفين هاد الفريغ اللي هو فيه خلايا ميتة انا هون بعملية الريجينيريشن راح يعني راح دم اتحكوا احط فيه شو خلايا هاي زهري من نفس النوع تكون تمام فهيك احنا شو بنكون عملنا ريجينيريشن حطينا نفس النوع من الخلايا تمام اوكي هلا هاي رجعنا اه حطيناها شو رجعناها ابيض هاي الفريغ ونشوف هلا احنا بالريبير شو راح يصير بحكولنا كن كتبتي شو ريسبونس او الريبير شو بصير فيه هاد بحكولنا كيف يتبس عشان ماي احطها خلاياه فيه لايك جميع فهون لو انا كان عندي هون شو خلايا لون زهري ساح راح اروح انا احط بس هون شو خلاياه من نوع تاني بس علشان تسدلي هاد الفراخ. بكون شو حطيت هاي زي ما محطوط يعني احنا عنا هون بكون هون حطيت شو والياف لان هالالياف هي نفسة يعني من ضمن فكل هاد بس بكون احطه عشان شو عشان بس اسكر هاي البساحة لانه انا مش قادرة يعني زي ما تحكوا احط مثلا خلايا متخصصة فانا شو بحطي اشي بحط كونكتبت شو بحط ارياف المهم احط اشي واسكر هاد الفراخ تمام فهدال هو الفرق بين الريجي ديريشن و الريبير تمام وهما الاتنين زي ما تحكوا بكونوا من انواع الهيلينج او اشكال الهيلينج تمام خلونا نكمل هلا بحكولنا اا عن التاني اللي هو الريبير اللي هو الفيبروسيز. بقولنا اللي هي اللي رح سيتكون is not normal. it provides enough structural stability that the injured tissue is able to function. يعني هاي طلعوا مثلا صح هنا اي طلعوا هون صح احنا لوونا اسود صح وحطينا خلايا مش متخصصة وما رح تقوم بوظيفة بالاشي يعني ما رح تساهم ولا اشي يعني لو خلايا الليفر الليها وظائف معينة هون هذا ما رح يعمل ولا اشي ما رح يقوم بفونكشن بس هو بس هو بحافظ على structural stability يعني بحافظ على شكل الليفر زي ما هي بدل من الليفر تتطاوج وشير شكلها غريب وهيكا ويكون فيها فراغات لا هيك احنا عن طريق ال repair بنكون حافظنا على شكلها بنكون حافظنا على structural stability تاعتها علشان الخلايا اللي لونهم زهري اللي لساتهم موجودة عايشت يقدروا يقوموا بوظيفتهم تمام اه تمام بحكولنا برضو كمان كمان ال repair involves a combination of both regeneration and scar formation in varying the edgaries هلا هون بس هاي الكلمة اه هي مفروض مش repair هي مفروض healing تمام انو healing بيشمل regeneration و scar formation اللي هو يعني كبيرة تمام حسب كمية ال injury بيكون regeneration او repair يعني بكون كميته بنفس المقدار اوكي فخلينا هلا انعرف الفايبروسيس الفايبروسيس طبعا هو ترسب الفايبرين اللي وين بيكون اللي بيكون هون بال repair تمام فالفايبروسيس بحكولنا describe the extensive deposition of collagen ماشي بنكون نرسب الياف ال collagen that occur in the organ as a consequence of chronic inflammation or infection يعني انا بكون في عندي التهاب ماشي وزي ما تحكو مش قادرين نحط خلايا من نفس النوع الخلايا اللي راحت فبس بروح شو برسب هاد ال collagen ماشي برسب هي كاي اشي برسب الياف تمام ومن اهمها طبعا اللي هو الكولوجين ومن اللي ممكن زي ما تحكو انه احنا نرسب فيهم اا كولوجين بدل ما نحط خلايا وظيفية فيهم في حال انهم يعني ما زبط فيهم هما اللي هي خلايا القلب اللنج الرئة اللي هي الكبد والكيدني اللي هي الكيليا ووريغانز تعنيين كل عياتهم ممكن انه احنا ما يزبط فيهم في طرح الان فنضطر نحطه بس كلنكتب في شو عسا نسكر هاد الفرق تمام بحكو لنا في فايبروسيس ديفلوبس ان اتيشو سبيس اكووب باي ان انفلاماتري اكسودات it is called organization ماشي يانه لما يسير الفايبروسيس ماشي وي ترسب مثلا الكولوجين وخلص يعني يثبت بهاد المكان هادا احنا نسميه شو organization يعني انه الفايبر الترسبه هون والكولوجين ترسب هون وسكر لي هاي المساحة وهيك شو يعني جميع تحكو خلص بنسمي هاد الاشيه انو احنا صار في عنده هون اوغانيزيشن للفايبرز تمام يعني هون خلص استقروا هون تمام فمن امثلتها اللي هو اوغانيزينج نيمونيا النيمونيا هي التهاب الرئة تمام فاحنا دهما نشير عن التهاب الرئة ممكن انو هون نرسب الياف بدل الخلايا الرئة اللي راحوا فحيك بنحكي اوغانيزينج نيمونيا يعني انو صار في عنده فايبرز والالياف ترسبوا وخلصوا فصار اوغانيزيشن وين بالنيمونيا اللي هو بالتهاب الرئة تمام هذا هو المثال اول اما التاني اللي هو اوغانيزينج بلورتي هلا البلورة هي غشاء الرئة فبرضو كمان لما يصير فيها التهاب ممكن انو ما نعوض الخلايا اللي راحوا فيها من نفس النوع فبنروح بنرسب الالياف وهي بنسميه احنا اوغانيزينج بلورتي ان شاء الله ان هالامور شو تكون واضحة هلا هون احنا بمبلش يعني صح بموضوع اليوم هادي المايند ماب هي نفسه تقريبا السلايد اللي هلا يعني زي ما تحكو انا فشأت لكم عنه بس هاي المايند ماب بتحكي لنا عن المحاضرة اليوم حكينا انو اليوم احنا بس راح ناخد مقدمة مهمة علشان نفهم الريبير ما راح نحكي عن الريبير اليوم بس راح شو بس راح نحكي باسك اشياء رئيسية نفهمها عشان نفهم الريبير هلا احنا حكينا انو مثلا انا عندي هون ليفر تمام والخلايا هون ماتوا ماشي انا بدي اعودهم بخلايا جديدة فاشي طبيعي انا اليوم بدي ادرس بدي افهم موضوع السل بروليفريشن تضاعف الخلايا لنفترض هو راح يجو خلايا من نفس النوع معناها هادالخلايا اللي جايين من نفس النوع راح يكون نتيجة انو هاي الخلايا اللي حوالينهم عملوا بروليفريشن تضاعفوا فعبوا لي هاي المساحة هيك تمام ايه وبرضو كمان يعن زي ما تحكو لازم احنا نفهم السل تمايز الخلايا الجزعية اللي بتكون جوا الورغان كيف بيكون وكيف بصير حتى انها هادالفريغ اعبيه ويصير عملية الهيلينج وبرضو كمان احنا حكينا عن عملية اللي هو الفايبروسيس صح والفايبروسيس دي ما تحكو عشان نفهمها بان نفهم اللي هو الاكسترا سلولير الماتريكس ده ؟ ماشي هادوا اشي اقتوق suo العام بالهيستو بس من ضمنهم بكون في هذه الفايبروسيس اللي هو الالياف اللي هو الالياف اللي هو الفايبروسيس من ضمنها الكولاجين بلالويات الي جدا مهمة بالجسم ولي هي اللي هو اللي بتعملها الـ برضو و بارضو كمان بدنا ناخد ايلاستين و برضو كلها بدنا ناخذ ناخد بمان ال هذا اللي fought كلياتهم لازم نفهمهم الآشان. المرا جاى.. ناهتم مشيوه وناخد مصطلحات مهمة كمان نفهم للمر MONJ واخر اشي رح نحكي عن growth factors رح نحكي يعني شو مهمتهم وشو دورهم بعملية healing تمام فخلينا طبعا هلا نمهي كل هاي الخربيش اللي رسمناها ونبلش طبعا اول اشي رح نحكي عن سل بروليفريشن السل بروليفريشن شو يعني يعني تضاعف الخلية ہا خلية تكون واحدة تروح تتكبر اول اشي وكون فيها مادة ولاتية تروح تتضاعفل مادة ولاتية بعدين تصير شو تصير خليتين نفس الخلية الاولى هاي هى احنا نقصد فيها بعملية السل بروليفريشن وشه طبيعي البروليفريشن مهم لشو للجنيراشن تمام فخلينا نستفهمه هلأ إحنا علشان نفهمه رح نتطرق له على شغلتين أول شي بنشوف السلساكل اللي هي دورة الخلية وهي بتنقسم هذا أول شي اثنين بنشوف أنواع الخلايا حسب قدرتهم على البروليفيريشن في خلايا قادرة إنها تعمل سلبروليفيريشن وفي خلايا أبدا ما بتكون قادرة إنها هي تضاعف وتعمل بروليفيريشن فرح نروح نشوف شو هي الخلايا اللي بوزبط تعمل ريجينيريشن وبوزبط تعمل بروليفيريشن ورح نشوف من الخلايا اللي ما بتقدر تعمل ريجينيريشن وما بتقدر تعمل بروليفيريشن أول شي طبعا شو رح نبلش بالسل سايكل السل سايكل اللي هي جاي ما تحكوه دورة الخلية وهي عمتنقسم هلأ هالي شي جاي ما تحكوه بكلنا شو يعني هذا الحكي إنه أنا لو بدي خلية تصير خليتين لازم يصير لأ مش هيك بيطلعهم من نفس بعض لو في خلية بديها تصير تنتين لازم يصير عندي أنا شو شغلتين الأولى دي ان اي ريبليكيشن إنه المادة الوراثية تضاعف اثنين ميتوسيز اللي هي انقسام السايتوبلازم فأنا واحد لازم أول إشه المادة الوراثية تضاعف ماشي بعدين الميتوسيز اللي هو انقسام السايتوبلازم تمام فزي ما تحكو هاد الشغلتين كتير مهمات يكونوا موجودات انقسام السايتوبلازم ماشي فخلينا هلا نشوف هاي السل ساكل تمام السل ساكل هي تتكون من أربع خطوات اللي أقول يعني أو أربع مراحل زي ما تحكوه والأولى اسمها جي ون وهي بتتجهز فيها الخلية للسلساكل الثانية اللي هي الاسفز وهي بتتضاعف فيها المادة الوراثية بعدين فيها الناجيتو وهي هاي زي ما تحكو بتكون الخلية فيها بتتجهز إنها تنقسم والأخيرة اللي هي الميتوتك فيز الامفز هاي الخلية خلص فيها راح شو راح تنقسم تمام وخلينا نشوف هاي هاي الصورة حتى تفهم الموضوع أكدر ماشي هلا أنا بيكون فين دي خلية اللي بتدخل أول إشي بجي ون فيز هلا جي ون بس بتكون بتجهز حالها هلا بالاسفز بتطلعوا كيف هون المادة الوراثية وتطلعوا هون كيف مادة الوراثية متضاعفة يعني فين دي تنتين مادة الوراثية بالخلية والجي تو بتكون تجهز حالها حتى تنقسم وبالامفز هي خلاص راح تنقسم هاي تطلعوا كيف راي بيستطفوا بالنص وبتصير يعني زي ما تحكوها هيها بدها تنقسم تمام وآخر شي طبعا شو بصير السل ديفيجن وبتنقسم الخلية تمام هاي بتنقسم الخلية. فهاي هي بكل بساطة. فهيك بنقدر نرجع هون ونحكي انو احنا خلصنا موضوع خلينا بس نروح نشوف الاشي التاني بالسل اللي هو شو يعني هاد الحكي يعني خلايا الانسان بتنقسم لثلت انواء. النوع الاول اسمه البول سل والتاني ستابل سل والثالث بيرميننت سل. هلا الخلايا في منها بتكون متلا هيها هاي الخلية اوكي بكون قادرة انها تطي متلا منها تنتين. ماشي? انها قادرة تعمل السل بروليفيريشن. هلا هاد الاشي انها قادرة تعمل سل بروليفيريشن يعني انها قادرة بحالة تعمل شو ريجي نيريشن ونحط من نفس نوع الخلية. فهاد الاشي هو اللي بحدد. احنا رح نعمل حسب نوع الخلية خلينا نشوف انواع الخلايا هلا اول نوع من انواع الخلايا هو اللي بايل سيل هاي فكرتها قبل ما نقرعها انها هاي خلية بتكون نشيطة بتكون تضل تتجدد تتجدد كيف مثلا اهلا ما نحكي عن الار بي سي هاي بتضل تتجدد كل مية وعشرين يوم خلايا الجلد بيضلهم يتجددوا خلايا الامعاء بالمعدة بيضلهم يتجددوا هده اللي بيضلهم يتجددوا وكتير عندهم قدرة كتير كتير كبيرة على السيل بروليفيريشن ماشي فهده اللي زي ما تحكوا لما يصير عندي اصابة دايريكت بروها بعملوا شو ريجينيريشن ماشي هي بحكونا كابل اوف ريجينيريشن قدرين انهم يعملوا ريجينيريشن لانهم اساسا خلايا بالوضع الطبيعي بيتجددوا فكيف لو انا عندي انجري اساسا وبدي اعمل هيلنك طبعا اكيد بيساعدونا كثير باي السيل هده الخلايا كتير منتازات وكتير بعملوا لي سيل بروليفيريشن تمام؟ فهاي هي بس فكرتهم خلينا نقرأ بحكونا they have short life span بالضبط لي؟ لانه مثلا كل ما قلت life span معناها الخلية رح تموت بسرعة ورح تتجدد ويجي غيرها بسرعة يعني مثلا لما احنا نحكي عن خلايا الدم الحمراء لها 120 يوم معناها كل 120 يوم خلايا الدم رح تضل تتجدد ويضل في عندي شوخ خلايا جديدة بحكونا and can multiply throughout the life ماشي بظلهم هما يتضاعفوا ويكتر وهيكا under normal condition تمام؟ فهم عادي بظلهم يتجددوا حتى بالوضع الطبيعي يعني من غير injury خلايا تموت ويضل تتجدد ماشي بحكونا مثل شو مثل like اللي هو skin epidermal cell اللي هي خلايا الجلد برضو كمان gastro intestinal tract اللي هي زي ما تحكو الامعاء تمام؟ والمعدة وهكذا بعدين كمان ريس باهرةي tract مع شي اللي هو عند القصبات الهوائية والممرات الهوائية كل هاد الاماكن خلايا بتضل تتجدد فيها باستمرار وبرضو كمان الجنتو urinary tract اللي هو زي ما تحكو عند المجاري البولية هاي كلاياتها خلايا بتضل تتجدد باستمرار وبرضو كمان bone marrow cell اللي هي خلايا نخاء العظم ماشي؟ هدول كلاياتهم بالوضع الطبيعي بتجددوا ماشي؟ فلو كان في عندي injury زي ما بحكو لنا after injury the cell undergo regeneration with complete restoration of the normal architecture particularly if the injury is mild or transient يعني هدول الخلايا دائما الorgan زي ما تحكو تاهم بيرجع normal تماما والخلايا بنحط نفس الخلايا اللي راحت لانهم اساسا خلايا نشيطة ودائما عادي عندهم القدرة انهم يتجددوا باستمرار ما عندهم اي مانع من التجدد والcelebration اما النوع الثاني من انواع الخلايا احنا بنسميه stable cell هلا هاي stable cell زي ما تحكو احنا شو بكون فكرتها بتكون فكرتها انو هدول خلايا بالوضع الطبيعي ما 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 بتجددوا ما بيعملوا في سل بروليجراشن ابدا تمام ما بتجددوا بالوضع الطبيعي بيضلهم عادي يعني قاعدين هيك وما بتجددوا اما في حال لو عندي سل انجيري فهون هم بيحكوا لها حرام الجسم بدنا نساعده خلينا نعمل بس عشان في انجري ولا احنا بالوضع الطبيعي ما بنحب نعمل تمام فهدولة بس بيساعدونا يعني زي ما تحكوا لما يكون في عندي انجري بالجسم و بدي اعمل هيلنج يكون تمام رحنا نقسم غير هيك لا لا ما بنقسمه تمام مش زي اللي فوقهم طبيعي بالوضع الطبيعي بكونوا يعمل بس لما يكون في انا بدي اعمل شو بدي اعمل هيلنج خلينا نقرأ عنهم بحكونا انه هم بكونوا يضاعفوا بس خلال ما الجنين بيرحم امه بمرحلة بحكونا بدين اه كيس ملتبليكيشن اه وين جروث اه كيزي شو يعني هاد الاشي انه داي هاف لونجر لايف سبان اند سلور ميتو تيك اكتيفتي اه يعني عندهم مدة حياه اطول وبرضه كمان ميتو تيك رات بكون اعلى يعني انقسامهم بكون كتير اقل من اللي فوقهم تمام بحكونا داي ريتين دير ميتو تيك اكتيفتي دورين ادلت لايف اند كان اندر جوب ريليفوريشن ولستيميولات افتر انجيري هم متة بببية ضاعفوا لما يصير في اعني استيميولاتي محفز بعد الانجيري هم هون بحكو تمام اوكي بناعملوا الميتو تيك او يبقسم تمام بحكونا كون Wirnsehen so that some regeneration of dead tissue occur in such cell ماشي يعني بس بصير هاد الاشي بس بهدون الخلايا لما يكون في انجيري بس وبنا مثلية هم الخلايا الكبد. الخلايا الكدني. هلأ لاحظوا فوق احنا حكينا خلينا بس اغيري اللون ده حضو اورانج. حكينا اللي يتراك اللي هي المجاري البولية زي ما انت حكو. هاي كلاياتها بتكون انو ماشي? اما الرينل لأ هاي بتكون ماشي? لانو هون انا عم بحكي بس عن الممرات ماشي? اما هون عم بحكي عن خلايا الكدني نفسهم. تمام? بس عشان انو ما ما تخربطوا. تمام? خلينا نكمل هلا حكي. برضو كمان الادرينال سل والبنكرياتيك سل والفايبروبلاست والاستيوبلاست كل هدول الخلايا هم يعني يصنفوا ضمن قائمة دستابل سل. تمام فهدول هم اول نوعين خلينا نشوف النوع الثالث. النوع الثالث اسمه البيرميننت سل تمام? هلا البيرميننت سل هدول هاي تحطو الكاميرهم برضو كما بال الاحمر. هدول الخلايا لو تنهذي الدنيا فوقت هد شو ما يصير بالدنيا ولا يمكن انهم هم يعملوا سل بروريفريشن. ابدا 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 تمام? لا بالوضع النورمال ولا حتى لو في انا عندي انجيري. فلو صار في عندي انجيري وبدي اعمل هيلنج بهدو الخلايا اللي هم البيرميننت سل ما رح يزبط الريجينيريشن و رح اضطر انو شو اعمل الفايبروسيس اللي هو بنعمل شو بالريبير. تمام? فبس برسة بكل نكتب تشو لانو الخلايا ابدا ما رح يعملوا سل بروريفريشن وشو? وما بيضعفوا بالمرة. خلايا نقرأ بقول ناسسل هايلي سبيشالايت لايك. يعني هم بكون خلايا كتير متخصصة وما بيطاوضوا ولو راحوا ما رح نرجع خلاياتهم. مثل النيورونس اللي هم خلايا العصاب والمايوكارديالسل اللي هم خلايا القلب. هالدول بيكون عندهم لونغ بري بري لونغ لايف اسبعا. ماشي بيكون مدة حياتهم كتير طويلة. ويعني ما بتجددوا شو بالمرة. and no مش مش انها قليلا. no بالمرة. no my to take activity. ما بينقسموا ابدا. ماشي هدول هم نواع الخلايا. حسب قدريتهم انهم يعملوا cellular exploration طبعا هيكا حسب قدريتهم انهم يعملوا AEGENERATION jakiś حكا حكينا cel cycle خلصناها. وبرضه كمان انواع الخلايا حسب قدريتهم علي البرولي فريشن وبرضه كمان هاي خلصناها. ومهم طبعا تكونوا فهمتوهم علشان تفهموا المرة جاي موضوع عربير كتير مليح و لما نحكي كلمة تكونوا فاهمين تمام وتكونوا فاهمين السلساكل هاي. هلا اه تاني اشي رح نحكي عن السل دفرنشياشن شو بتفرق السل برولي فريشن اللي يتضاعه في الخلايا عن السل دفرنشياشن السل خلية جزعية ماشي هيك خلية جزعية بتتمايز متلا بتصير خلايا ماشي خلية نحكي ماشي فهذا هو الديفرنشياشن تمام انه بكون في عندي خلية جزعية وصارت متلا ماشي تتمايزت لهذاكا لخلية اه او مرات متلا تتمايز لخلايا عضلية او تتمايز لخلايا برين او وهكذا فهمتوا كيف او لخلايا كدني هيك هي او لخلايا مثل انبون اللي هي العظام هيك هي تمام فل زي ما تقول الخلايا الجزعية هاي خلايا بتكون تتمايز لانواع من الخلايا بالجسم تمام هاي اللي بتكون عندي الجنين بيرحم امه كيف انه بينتج عنها خلايا المتخصصة بالجسم وهيك فهذا هو الفرق بين السل بروليفراشن و السل بروليفراشن انه بكون انه عندي خلية ليفر تضاعف بتكونك ليفر متلا وضاعفت لتنتين ليفر هاي هي يمين السل بروليفراشن اما بكون في عندي سل خلايا جزعية هم بيتمايزوا لانواع خلايا متخصصة ونحن هون سوف نتعرف الآن سل بروليبريشن خلصناها هدا السل رفنشي اشان رح نتعرف عليها عن طريق انه نتعرف على هاي الخلية الجزعية تمام؟ أول اشي رح نشوف الديفينيشن تاعها رح نشوف شو هي تعريف وشو هي هاي الستيمسل بعدها رح نروح نشوف انواعها ماشي فتعالوا معنا نشوف اول اشي شو الديفينيشن نشوف هو تعريفها هاي الرول اف استيمسل تمام؟ استيمسل احنا بنرمز لها اس سي يعني استيمسل تمام؟ خلين نقرأ بحكولنا الماست كونتونيوسلي ديفايدينك تشو الماتور سل ار تيرمينالي ديفرنشييتد ان شورت لبت تمام؟ يحضر الخلايا اللي بكونوا دائما ينتجوا من استيمسل بيكون يعني جي ما تحكوه بالأورغانز اللي دائما خلاياهم تتجدد ماشي عشان تموت خلايا وتنتج خلايا جديدة من هاي استيمسل ماشي بحكولنا انو هاي الخلايا لما تموت بحكولنا انو خلايا بتموت وخلايا بتيجي بدالهم من هاي استيمسل تمام؟ فاحنا بناء على هاد الحكيين زي ما تحكوه بكون انو في اندي خلايا بتموت وخلايا عم تنتج ماشي هلا لازم مثلا اليوم انا معتي عندي خمسة معناها لازم يتولد خمسة جداد هيك هي لسه ما لازم يموت كتير وينتج قليل وبرضه كما ما لازم يموت قليل وينتج كتير لازم يكون في بينهم شو توازن؟ لازم بصيغة اخرى يكون في بناتهم إكويليبريام ماشي توازن هيكا هلا الإكويليبريام بين مين ومين حكينا؟ حكينا بين حكينا بين مين تسمى ما شئ انهم يتمايزوا الخلايا جديدة وكمان بين الخلايا الجداد لازم يكون في توازن بين الخلايا اللي عم تنتج حديثا تمام؟ هلا من اخرى الخلايا طبعا او خلايا الورغانز اللي بكون فيهم خلايا دائما فيها ستيم سيل نشيطة عم تنتج خلايا جديدة هي الاسكن ابديرماس يعني عند الجلد والجي اي تي ابثيريام اللي هو عند المعدة وبرضو كمان هدو بيقول لان هم 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 اهم الامثلة تمام بيقول لان بوث ستيم سيل هفين ايدنتفايد نير ذا بيزال لاير اف ذا ابثيريام ماشي الابثيريام اللي بيكون موجود فيهم هم بيكونوا زي ما تحكو عند البيزال لاير يعني اخر بيكونوا هم اثناك ويضلهم شو الاسكن بيكونوا هم اثناك عشان يضلهم يتميزوا لاخلايا من نفس نوع الخلايا اللي هما بيكونوا نفس نوع الارغان اللي هما موجودين في تمام تمام هلا هيك احنا بيكون نشوف هاد خلصنا الديفينيشن خلصنا تعريف هاي الاهميتها فبنقدر نيجي هون ونحكي انو احنا خلصنا خلصنا تعريفها خلينا نروح نشوف نشوف انواع هاي زي ما بيحكو لنا انو في واحدة اسمها والتانية اسمها ادلت ستيمسل هلا اشان تفهموا الموضوع هلا البوايدة المخصبة اللي بتكون كل اياتها ستيمسل بتخيلوها انتو هيك و بتكون هيك فيها خلايا تمام هلا هي الخلايا اللي بيكونوا فيها بس اضغرهم شوي تمام بتكون هيك هي البايدة المخصبة اللي هي البلاستوسايت فهاي بتكون كل اياتها شو خلايا جزعية هلا دول الخلايا الجزعية فيه منهم هاي رح تتصير مثلا خلايا اعصاب هاي بتقرر انها تتميز لخلايا مثلا خلايا احكو ليفر هاي بدها تتمايز لخلايا كدني هاي بدها تصير مسل هاي بدها تصير بوان وهكذا كل خلية من ها بتكون متعة تتمايز عشان تعطي ارغان معين فهاي هي هاي ايمبريونيكت استيمسال هاي بتكون طبعا بمرحلة بالمرحلة الجنينية وبتكون عندها قدرة كتير 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 كبيرة انها هي اي شو انها هي تتمايز لانا ساعة واحد جنين برحم امه اكيد كل خلايا بدلت يتميز تمام فهاي هي الامبيريونيك استيمسيل خلينا نقرأها بحقولنا these are the most undifferentiated استيمسيل هادوال لسه ما تميزوا وبدو هم يتميزوا كتير معاشيا عندهم رغبة كبيرة او زي ما تحكوا قدرة كبيرة ان هم يعملوا differentiation they are present in the inner cell mass of blastocyte خلينا نقريكم اياها شوفوا هاد الزاقت اللي هو زي ما تحكوا البودة المخصبة انها هي بتكون هيك ماشي وبيكون في عندي هاد الجزء اللي بيكون فيه خلايا تمام هادوال هاد الجزء شو اسمه اسمه ال inner cell mass او هون مسميينو internal cell mass ماشي هلا هاد اسمه inner cell mass بسلايداتنا وهو بشو بمثل هادوال الخلايا الموجودات عالزاوية هادوال شو بيكونوا دول بيكونوا كليتهم steam cell تمام بيكونوا خلايا بدعية طبعا هادا لسه اول اول ما يعني كون زي ما تحكوا فيه اللي هو البيضة والحيوان المنوي وهاي الاسس كلها يعني اول اول مرحلة بيكون في عندي هالبودة المخصبة بيكون في عندي هادول الخلايا اللي عالزاوال جيها هادول هم الامبيريونيك استيم سل فهاد هو المقصود بي جملة انهم انهم they are present in the inner cell mass of the blastocyte تمام ان كامل يكونوا they have extensive cell renewal capacity هم عندهم قدرة كتير كتير كبيرة على ال renewal capacity هم ظلهم جدد وحالهم تمام بحكولنا under appropriate culture condition اللي هم الامبيريونيك استيم سل الامبيريونيك استيم سل كل انه هذا الامبيريونيك استيم سل can be induced to form of all three germ layer ماشي يعني هي بتقدر تطلع كل انواع الخلايا اللي ممكن تطلع من الجنين هلا الجنين اول اشي بيكون هو على ثلاث انزام متحكي بيكون ثلاث طبقات هو هاي السيم سل بتكون تنتج انزام متحكي كل انواع خلايا اللي بتكون كل طبقات الجنين يعني كل الخلايا اللي بنتج من ontغب Sofia الليل الكاسوب يكون عن هاي السيم سل اللي بتكون عند الجنين الاسما praktique ابيريونيك استيم سل صبعا هاي بس بتكون عند الجنين هو برحم امه بس من جديد صاروا بالطب يحبوا يعني يسمعوا هاي الامبريونيكستيمسل ويستخدموها بعلاج السرطانات او لا كتير شغلات هلا يعني بخلال هاد الفيديو رح ناخد برضو كمان تطبيقات عملية كيف انه احنا بنقدر نعمل هاي الامبريونيكستيمسل وكيف بنقدر نستفيد منها فهي بالأثاس بالوضع الطبيعي بس عندي الجنين بس ممكن احنا بالطب سلنا انه نصنعها مرات علشان زل ما تحكوا اه لا اغراض اللاجية معينة فهاي هي الامبريونيكستيمسل خلينا هلا نشوف الادلتستيمسل هاي لا ما بتكون بس عند الجنين هاي بتكون عند الناس البالغين عند الناس يعني العايشين زي متى كو مش الاجنة بيرحمهم ما شايف هاي بتكون عند الانسان وهاي هي اللي بتساعدنا هاي تحديدا هي اللي بتساعدنا بعملية الريجينيريشن وانتاج خلايا جديدة عند عملية الهيلينج تمام فبرضو كمان الهسم ثاني اللي هي التيشو ستيمسل ماشي فهي يا قدلت ستيمسل يا اما تشو ستيمسل هلأ هاي بتكون زي ما تحكم موزعة بالجسم يعني في منها مثلا بيكون عند الليفر فهو بتساهم انه هو يعني زي ما تحكم الستيمسل اللي بتكون بالليفر هاي بتساهم انها تعمل الديفرنشياشن وهي جو من الليفر تحديدا لليفر سل او مثلا لو كانت هي بخلايا سموث مسل بتروح هي بتضل تتمايز علشان تعطي سموث مسل لو كانت هاي الخلية موجودة بين خلايا العظام مثلا لما هي تتنايز بتتنايز لخلايا عظام وهيك فهمتوا كيف؟ تمام فبيحكون لديس آر لس ان ديفرنشياتد ذان يعني زي ما تحكو ذان الامبريونك ستيمسل ما شيع طولة بيكون عندهم يعني بيكون الديفرنشياشن تمام يستعم اقل طبعا فهم اللي بكونوا اكتر اشي يتمائزو هم تعول الجنين وهو برحب امو ماشي بيحكو لنا عند اورفا فاند امونك ديفرنشياتد تيشو اند اورغن يعني بيكون اساسا اساسا اورغن كامل ليفر كاملة ووضعها طبيعي هيك وكلها خلايا خلايا ليفر بس بيكون اللي بتحكو متوزع فيهم هيك بعض عن بعض اللي هم الستيمسل ماشي فهاي هي فكرتهم بيحكو لنا عنده يعني الفكرة من كل هاد الحكيه ان هم بيكون عندهم قدرة ان هم يعني زي ما تحكو يتجددوا والسلف رونيول كما تتي بتكون زي هاي زي الامبيريونيك بتكون موجودة بس هم بتكون شو بتكون اقل بتكون الليميتد بتكون محدودة ماشي بس بنفس الوقت برضو كمعان بتكون موجودة ومن اهم امثلة اللي ستيمسل اللي من الجسم واللي كتير 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 مهمة هي البون مرو ستيمسل خلايا مخاع العظم هناك الخلايا هدول دائما كتير ناشطين دائما بنتجوا لي خلايا دم خلايا الدم خلايا بدلت تجدد عفكرة هدول الستيمسل اللي هم البون مرو ستيمسل هدولة كتير خلايا بدولها مسو يتمايز ويعطوني خلايا دم وكذا ماشي طبعا هم بكونوا اكيد مش زي اللي كانوا برحم اه برحم الام خلال مرحلة الجنير بس هم برضو كمعان طبعا بكون كتير مهمين بالجسم ماشي بحكو لنا انه one of the most extensively studies tissue or adult steam cell يعني اكتر خلية بيشتغلوا عليها هي الهيماتو بيوتك steam cell ماشي اللي هي خلايا الهيماتو بيوتك يعني زي منتيحكو خلايا انتاج دم خلايا انتاج دم حما نفسهم نفسهم من البون مرو ستيمسل ماشي بحكو لنا انه هاي الهيماتو بيوتك ستيمسل found in the bomber نفس النقطة اللي فوق نفسها نفسها انه خلايا الجذعية اللي بالبون مرو اللي هي بنخاء العظيم هؤلاء كتير مهمين بحكولنا انه عليهم كتير شو هاي هم استدد يعني كتير عم بعملوا عليهم دراسات بحكولنا بكونوا موجودين بالبون مرو وبرضه كمان طبعا بكونوا موجودين بالدم ما شيء هؤلاء بحكولنا انه هم بس يدرسوهم بعملوا لهم عن طريق اللي هو اسمو جي سي اس اف دماما هذا سيتو كاين بيستخدموه عشان يعملوا مبليزيشن لهذا الستيم سيل ويدرسوهم ماشي فهنتو احفظو هاي المعلومات وبهم طبعا اكيد تكونوا يهمتوها خلينا نكمل عن هاي الستيم سيل اللي بتكون بالبون مرو ماشي هي بون مرو ستيم سيل بحكولنا هاي هاي ها بري برود ديفرنشياشن كما بلديز يعني هاي عندها قدرة كتير كبيرة على التمايز ماشي هي بتعطينا بحكولنا ذاي كان ديفرنشيات انتو اول بلد سيل ماشي كل خلايا الدم بيضاء حمراء صفائح دموية ماكروفيش ليمفوسايت كلهم 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 ممكن هاي الستيم سيل هاي الخلية الدذعية تنتجهم كل ياتهم ماشي هدا واحد لهم يكون خلايا الدم برضو كمان بحكولنا هاي بتعمل لفات ماشي بتعمل دهون برضو كمان بتعمل سبحان الله شو مسيل كارتليج مسيل وكارتليج بتعمل عضلات وبتعمل غضريب وبرضو كمان بتعمل بون عظام وبرضو كمان بعمل لنا اندو سيليم فكل هادول الخلايا بيطلعوا من نفس البون مرو اللي هي البون مرو ستيم سيل ماشي هلا احنا كيف بنقدر نستفيد من هاد الاشي بحكولنا ان كلينكال براكتس بالعيادة مرو ستيم سيل ار يوزد فور تريتمنت او خلوكيميا اند لنفوما سرطان الدم وسرطان اللي هو اللي هو اللينفاوي هدول سرطانين ممكن احنا زي ما تحكم احكيلكم كيف هي بتصير انو احنا بنموت الخلية السرطانية ومن خلال البون مرو ستيم سيل هاي احنا شو بنعمل بننتج خلايا دم جديدة بدر الخلايا السرطانية اللي موتنا هم فيهيك احنا بنعارج مريضة اللي كيميا او الليمفاوي ماشي فهي هاي كيف تتحكم انو نستخدمه العلاج السرطان عاد كيف عن طريق انه احنا بننتج خلايا جديدة من البون مرو بنموت الخلايا السرطانية تمام اي ها اوكي هلا بحكويني انو هذا الاشي بالطب صار زي ما تتحكم موضوع او مجال كامل ماشي شو اسمه اسمه اللي هو الرجينيراتي ميديسين. فالرجينيراتي ميديسين هو زي هاي الشغلات انو واستخدام بانه نجدد خلايا او نساهم بوجود خلايا معينة بالاسم ماشي؟ فخلينا نقرأ من الاول بيكونها the ability to identify and isolate steam cell احنا تعرفنا على steam cell وصرنا قدرين ناخدها على المختبر وندرسها هاد الاشي بيكوننا given a rise to the new field of regenerative medicine اعطانا مجال جديد بالطب اللي هو regenerative medicine بيكونها the main goal is the regeneration and repubulation of damaged organ انا عندي مثلا خلايا قلب بيكونها the mycardial infarction خلايا قلب ماتت وخلايا القلب لو شو ما صار مستحيل انها هي زي ما تحكو تتجدد طب هون شو بدنا نعمل يعني بنروح مثلا بالمختبر واحنا الدكاترا برا جسم الانسان بنروح بنصنع الانسان خلايا خلايا تكون مناسب لقلبه و بنزراها هناك و بنصير زيك شغلات هلأ راح نشوف مثال على هاد الاشي بكونا using embryonal steam cell انو احنا بنروح بنعمل embryonal steam cell اللي هي embryonic steam cell بنصنعها بالمختبر و بنزراها جسم الانسان هلأ بتشوفوا كيف or adult steam cell يعني ممكن نصنع هاي و نصنع هاي المهم انو نصنع steam cell انها هي تتمايز مثلا لخلايا قلب بحالة mycardial infarction موت خلايا قلب تمام اوكي و هادا الاشي بحكونا فيه هو اسم العلم ككل خليني بس امحيهم اسم العلم ككل اللي هو regenerative medicine ماشي هلا احد تطبيقاته اشي اسمه therapeutic cloning ماشي therapeutic cloning هادا بطراحة اشي جدا ممتعة خليني اعرفكم عليه طلعوا على هاي الصورة بس خليني اصغر شوي تمام هاي اصغر سلايد اوكي هلا هون بهاي الصورة لنفترض مثلا احد انا بدي زي هون انا مثلا بدي اصدل له خلايا neurones ماشي خلايا اعصاب مثلا هادا الحدا صار عنده اصابة معينة و ماتت الاعصاب او مثلا خلايا قلب ماشي الفكرة المهم هون انه انا في عندي شو خلايا ماتت بالجسم بس انا مش قادرة جوا جسمي ارجع اصنيحها زي مثلا الاصاب الاصاب مستحيل ترجع تتجدد بالجسم طبيعيا و نفس الشي خلايا القلب مستحيل يتجددوا طبيعيا بالجسم فهون اللي بصير انه انا بالمختبر بعمل embryonic stem cell هاي تذكروا البلاستوسايت اللي هي كنا نحكي عنها قبل شوي قبل شوي السوريتكم هاي هاي اللي هي البلاستوسايت هاي البلاستوسايت هي الخرية المخصبة هاي ممكن احنا نصنعها جوا المختبر و خليني مسامحي و نعمل هدول الستيمسل وهدول الستيمسل نمايزهم مثلا الخلايا والنائم نضمن الخلايا اللي يتمايزهم مثلا الخلايا قلب فهيك نروح نحطهم جوا للنسان فخليني اقوركم اياه حكولنا هاد الاشي احنا كيف نقدر نعمله اول اشي بنروح بنجيب تيما تحكو البويضة من اي مرئة مثلا ماشي بنجيب خلية بويضة ماشي وبنقيم النواة منها بنخليها خلية من غير نواة ماشي وبنروح شو بنعمل بنجيب من جسم الانسان اللي احنا مثلا صار عنده مرض بالقلب و بدي انا اعمله خلايا قلب اليو بنروح بنجيب النواة من زي ما تحكو من اي خلية بجسمه فبروح انا بجيب نواة من جسم الشخص اللي بدي اعمله خلايا وبجيب بويضة من اي مرئة و بروح شو بحطهم مع بعض شو جوا زي ما تحكو الجوا جوا بعض يعني نواة من عند الشخص المريض والبويضة من عند من عند اي مرئة ماشي احنا المهم بنشو خلية بويضة خليني بتقمحي المهم بنجيبهم بنحطهم جوا بعض هلا شو همية هذا الاشي البويضة علشان انا بدي اعمل خلية يعني بدي اعمل اللي هي الخلية المخصبة فانا بحاجة طبعا بويضة و طبعا اكيد بكون ماخد شو نواة من جسم الانسان اللي رح ازرع فيه الخلايا الجديدة ليش علشان المناعة تتعرف على هاي الخلايا من الجسم فانا باخد نواة من نفس الانسان اللي رح نزرع له ما شايفة باخد نواة منه وبزرع ايش بالمختبر وبعدين برجع الخلايا الى فهيكا الجسم ما رح يعمل ما رح يرفضها و خلايا المناعة ما بتهاجمها لانه النواة اللي جوه هاي زي بتكو البويضة المخصبة كانت من نفس الانسان فهمتو كيف؟ لانه نواة من نفسه بس البويضة هي اللي مش منا ما الشيء المهم بنروح بنحطهم الاثنين مع بعض وبعدين يتميزوا بيعملوا لي هاي البلاستوسايت والستيم سيل هدول بصوروا بيدهم شوي يتميزوا و بيعملوا لي مثلا مثل سل و بعملوا لي النيورونز و بعملوا لي بلد سل و بعملوا لي كتير اشياء تانية بعملوا لي كل خلايا الجسم بدي نيرونز والله بروح بمسك خلايا النيورونز و بحطهم جسم الانسان ماشي او مثلا بروح باخد خلايا القلب لنفسه بطلع لخلايا القلب باخدهم و برضو كمان بحطهم جسم الانسان همتو كيف؟ فهي هاي فكرته واهام تكره هون تكونوا همتوها كتير منيح انو انا لازمني طبعا اللي هي البويضة من الفيميل لانه هي هاي اللي بينتج جواها الجنين و برضو كمان بكون بدي نواة من جسم الانسان اللي رح نزرع جوان خلايا علشان لما نحط الخلايا جوا اللي ما يرفضها تكون هي جاي من نفس النواة انوية الانسان تكون نفس المادة الوراثية تاعت الانسان و نفس كل اساسه فهلا نفس الاشي اللي انا حكيت لكم اياه قبل شوي بدنا بس نروح زي ما تحكو نقرعه بكلها ثمين ستبس انفولبنك انثيرابيتيكي كلونيك هاد الاشي اللي احنا هون حكيان عناه هادة بالطب اسمه الثيرابيتيكي كلونيك تمام؟ فهاد الثيرابيتيكي كلونيك يعني يكون هو على اربع مراحل ماشي اول مرحلة بحكو لنا انو احنا بناخد النيوكلياس من الانسان المريض اللي احنا بنقله خلية وشرط هاي النيوكلياس اللي هي هاي اللي هون احنا ملونينها ازرع تمام هيها هاي تمام اللي هي هاي شرطها انها هي تكون شو تكون هايها ديبلويد نيوكلياس يعني ان هي تكون هيك شكلة تمام هاي شرط بالنيوكلياس ومن امثلة الخلايا اللي هيك بتكون نواتهم هي الويت بلود سيل فانا بقدر يعني هاي الخلية تكون هي شو ويت بلود سيل يعني يكون عنده زلطة قلبية فخلايا قلبه ماتت او السكت الدماغية يعني النيورونز الاصابل بمخاماته فانا هون يا اما بالميوكارديال فاكشن بدي اعمل خلايا قلب او يا اما بالسي في اي بدي اعمل نيورونز فاحنا بناخد يعني زي ما تحكوه هذا المريض وبناخد خلية ويت بلود سيل منه وبنطلع النوال لجوها شو بنعمل فيها بحكوه لنا انه الاستيوسايت اللي هي البويضة هي اكتيفيتد فاحنا بننشط البويضة اللي هي هاي اللي هون بالزهري بعد ما زرعناهم جوه بعض ايو بهاي المرحلة بنروح احنا بننشط هاي البويضة ماشيو بتتحول لشغول ازايقت اللي هو زي ما تحكوه البويضة المخصمة وهاي بلاستوسايت ماشي بعدين زي ما تحكوه البلاستوسايت اسدسوشياتد انتو اا زي ما تحكو ستيمسل نحن نأخذ الستيمسل الموجودين بالخلية هذه الخلية التي نجد من الامبيريونيك ستيمسل نحن نأخذ هذه الامبيريونيك ستيمسل أخبرنا ان الامبيريونيك ستيمسل تقوم بمثل هذه الستيمسل تكون نفس الجسم الإنسان وهو برحم أمة فهيك هي راح تعطيني كل أمع الخلايا اللي أنا ممكن أكون بديها مثل الميوسات اللي هي خلايا القلب أو النيوروني اللي هم الأعصاب كل هدول ممكن طبعا شو أنهم ينتجوا لي من هاي الامبيريونيك ستيمسل فعليشان هيك بنروح بنمسك هدول الخلايا وبنزرعهم زو الحدا ماشي اللي أخذنا منه النواة بيحكونا The goal of the re-populate of the damaged heart or brain cell of the patient يعني إحنا ليش بما أخذ النواة تحديدا من النفس الحدا بيحكونا using the patient cells بناخد نواة للحدا That's avoiding اللي هي immunologic rejection بنتجنب الرفض المناعي اللي هي rejection يعني رفض immunologic يعني مناعي تمام فإحنا هيكا بنتجنب الرفض المناعي لما نيجي نزرع الخلايا جوه جسم الإنسان لأنه إحنا أخذنا خليته وأخذنا منها النواة تحتوا فهيكا الجسم بيتعرف عليها و هيك إحنا بنكون خلصنا The stem cell definition خلصنا أقل شوي وهلأ خلصنا The types خلصنا the embryonic stem cell وخلصنا the adult stem cell هكينا عنهم هكينا عن تطبيقات عملية إنه كيف إحنا ممكن نستفيد منهم بالmedicent تمام؟ هيك إحنا خلصنا the cell proliferation خلصنا the cell differentiation وهدل طبعا مهمين كتير بعملية healing اللي هي بيكون فيها إصلاح للخلايا هلأ رح نحكي عن The extra cellular matrix هاي هم بالسلايدات اللي هما The extra cellular matrix هلأ هدول فكرتهم إنهم هما هاي زي ما تحكوه اللي بيعبو الفراغ بين الخلايا يعني لو مثلا أنا عندي هيك تشو وهي خلية 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 وهي كنتوا كيف؟ هلأ هاد الاشي اللي بيكون بيناتهم المادة اللي بتكون هيك زي الجل تمام بتكون ماشي بتكون مش سائلة كتير كتير ولا إنها مادة صلبة على آخر بتكون هيك مادة زي لزجة ماشي هاي هي الإكسترسللل الماتريكس تمام؟ هلأ أشي طبيعي إحنا لما نحكي عن ال ريجينياريجان أو نحكي عن الفيبروسس فأنا بكون في عند انز اكتم خلايا بتروح وبرضو كمان الإكسترسللل الماتريكس بكون يروح فبرضو إحنا لما بدنا نعمل إق انز بيفروسس ببنا برضو أكيدة كمان نعمل هذا الإكسترسللل الماتريكس تمام؟ ورح نحكي هلل إحنا انز اللقي أول شي بنتن شوفه هو أشكاله هلأ هو إله كما تحكوا شكلين واحد اسمه إنترستيشيال ماتريكس وهذا هو السائل اللي بيكون بين الخلايا اللي هو هاد التعني اللي هو البيزمنت ممبران وهذا اللي بيكون فاصل بين الكنيكتف سيشو والأبيثيليا متيشو تمام فهم هدول وهلا إن شاء الله رح نتعرف عليهم أكثر بعدين رح نروح نشوف الفايبرس يعني الألياف هلأ هاد الإكسترا سيليدار ماتريكس من أهم الشغلات اللي موجودة فيه هي الألياف تمام والألياف طبعا أنواع وأشكال من ضمنها وأهمها الكولوجين الكولوجين طبعا بيعطي قوة ودعامة فعلشان هيك الإكسترا سيليدار ماتريكس بيصير فيه قوة ودعامة فبيدعم كل التشو وبرضه كمان الإلاستين اللي هو بيعطي الإلاستيسيتي اللي هي المرونة والمطاطية للتيشو لما يكون موجود بالإكسترا سيليدار ماتريكس وبرضه كمان فيه عندنا الياف تاني اللي هي البروتوغلايكانز والهاياء لورو نيانان هدول الاثنين الفايبرس برضو كمان كثير مهمين وهلأ رح نتعرف عليهم ونشوف دورهم تمام؟ وآخر إشي رح نروح نتطلع على الهدهيجن شو يعني هذا الإشي؟ يعني إحنا مش صح في عنا هون هذا الإكسترا سيليدار ماتريكس بين الخلايا هلأ هون الخلايا في منها بدها تلزق ببعض خلايا تلتصق ببعض وفي خلايا بدها تلزق بالإكسترا سيليدار ماتريكس وبرضه كمان الإكسترا سيليدار ماتريكس مكوناته لازم تكون ملتصقة مع بعض ما شوفها هاي الكونات هين زم تحكوا كيف الأشياء بكونوا ملتصقين ببعض جو التشو هدول هم المقصود اللي ناخده بالأدهيسف كيف أنه كل مكونات تتشو من إكسترا سيليدار ماتريكس وخلايا كيف أنهم هما بيتلتصقوا مع بعض وهم بيتلتصقوا مع بعض عن طريق نجم تحكوا ريسيبترس معينين ومولكيولز معينين من أهمهم اللي هم الفايبرو نيكتن وبرضه كمان اللامنن وبرضه كمان الإنتيجرين هدول الثلاثة كتير مهمين علشان زم تحكوا يصير في الاتصاق بين مكونات الإكسترا سيليدار ماتريكس و الخلايا عشان يكونوا بهذا الشكل خلينا نروح هلا شو نشوفهم الاتصاعدات رح نبلش طبعا معين رح نبلش بسخلهم شوي أمحي رح نبلش مع الثو فورمز اللي هما الشكال الإكسترا سيليدار ماتريكس التينتين اللي هما الانترستشير والباسمنت ميمبريان الأول شي بعرفونا على الإكسترا سيليدار ماتريكس بحكولنا انها هي إز أداي النمك يعني انها إشي ثابت كونسطانتلي ريمودلنج ميكرو مولكيون كومبلكس كونسطانتلي ريمودلينج يعني انهم هما بظل هم يتزددون باستمرار تمام كومبلكس بهم كومبلكس نتسائز لوكالي و هيية يعني انهم هم بتصنعوا بنفس المكان و التي وظلها عائدين فيه ليس انهم بتصنعوا بنفس المكان ماذا بس هو بضلها و بس عليشان عمريك ميا بصورة يطلعوا هون كيف هالآي مثلا خالين اوفيكم شايفين هاتل هم خلايا الفايبرابلاس with you مثلا ماشي و هون فيلا خلايا I-Bithealium هيك كان هي صورة اها خلايا الان تظاهلوا كيف يكون هنا عنده فراغ صح هذا الفرغ هو الدي حيما بقه برضو كمان طلعوة ذله بين الخلايا جديد في هذا الفراغ الذي �نا تعهنا بقم بليون Stanford هذا هو فراغ هي و relación تمام؟ فاممكن يكون العييد بين الخلايا P-Bith وممكن يكون هون ابيثيليم وتحته هون فيكون بينهم هيك فاصل وهكذا فهمتوا كيف وهو بكون يعني هيك السائل او المادة زي ما نحكي اللي بتكون فاصلة بينهم طعم بس حبيت اقول لكم الصورة خلينا هلا نكمل ذي ما بحكولنا انه هو يعني هي بتكون على شكل شبكة بتكون شبكة محيطة بالخلايا يعني هي بتكون جزء كتير مهم من اي تشوف اي تشو دائما مش بس هو مجموعة خلايا هي مجموعة خلايا بيناتهم تمام هلا هاده شو فوائده اول فعلا زي ما تحكوا ست فوائد واحد انه هو الاكسترا سيلر ماتريكس سيكويستر ووتر يعني هو بيحبس السوائل تعرفوا كيف التوازن المي جوا الخلية انه كل ما زادت الاوز مدكبرا شر جوا الخلية بزيد السوائل جوا الخلية وكل ما قالوا لا السوائل تكون تطلع وين بتكون تطلع بتروح على الانترستيشيال سباش يعني بتروح عندي الاكسترا سيلر ماتريكس فالسوائل يا اما بتكون جوا الخلية او بيا اما بالاكسترا سيلر ماتريكس فكل ما زادت السوائل بالاكسترا سيلر ماتريكس احنا بيكون عم ناخد من السوائل تحت الخلية وهكذا في مجو كيف فهو الا داخل بها الاقصص اللي هي توازن المي جوا الخلية وبر الخلية فهو بيكون يحبس المي حتى ما يعني تراكم بيجوه كتير جوا المي جوا الخلية اصطي تمام هذا واحد اثنين بيكون لعطيها القوام بتاعها ماشي فكل اورغن بالجسم كيف بيكون قوامه بيكون حسب الاكسترا سيلر ماتريكس يعني مثلا كيف العظام بتكون كثير كثير صلبة لانه الاكسترا سيلر ماتريكس تاها ساعدها كيف مثلا خلايا القلب بتكون لا هديك عندها مرونة بتمط بيكون لانه الاكسترا سيلر ماتريكس هو هذه القوام وهكذا سمام فهي هاته التانية اما الثالثة انها هي بتعطينا المنريونس اللي هم ما شوه هم المعادن المهمات فمثلا كيف العظام بتكون بحاجه للكالسيوم فعشان هكى الاكسترا سيلر ماتريكس اللي بيكون عند خلالي العظام تحديدا بيكون معبر كالسيوم تمام فهي هاته التالتة والرابعة اللي هي تحديدا للبون للعظام بيقول انها هي يعني الصلابة والقوة تاعت البون هاي برضو كمان من الاكسترسرير الماتريكس اللي بكوان عندها هدوه الاول اربعة اه لا هم تلوه سبعة مش ستة تمام هلا الثالث اه سوري الخامسة هي انها بتتحكم بالموفمنت يعني زي ما تحكوا الخلية انها هي بتتحرك او ما بتتحرك اه كل هاي القصص يعني اللي بتحكم بها الاكسترسرير الماتريكس تاها فلو متلا تخيلوا هاي انا في عندي هيك ماشي خلايا ماشي هلا هو هاد الاكسترسرير الماتريكس اللي بينهم بيسمح لهم يتحركوا او لا او بيحبسهم مكانهم هادو واحد اثنين البروليفريشن والديفرنشياشن تضاعف وتمايز الخلايا حسب الاكسترسرير الماتريكس اذا فيهم اذا هاي زي ما مكتوب حسب البروث فاكتور اذا والله انا عندي كمية منيحة راح اسمح بالبروليفريشن والديفرنشياشن اما لو مثلا ما كان فيه وهيك شغلات كل هذا يؤثر على البروليفريشن والديفرنشياشن تمام فهلا احنا بيس اغير اللون احنا كيف انه بنتحكم بالموفمنت عن طريق السل ادهيجن عن طريق التصاق الخلايا بالاكسترسرير الماتريكس كل مكان والتسقات ببعض اكتر معناها الخلية ابدا ما بتتحرك وكيف احنا متحكم بالبروليفريشن والديفرنشياشن عن طريق الغراث فاكتور تمام هذا هو محتوى هاد السلايد خلينا ننزل ونكمل حكي احنا حكينا قبل شوي بالويند ماب هيا هون انه انا بكون في عندي الاكسترسولار الماتريكس من البروليفين سل ان كنتفتشو يعني بين خلايا اللي كنتفتشو نفسهم الفاصل بكون هو هاد الانترستيشال الماتريكس وبرضو كمان بكون بين الابثيليم والسابورتف باسكولر وبرضو كمان ما شايف رميكوا انه مثلا زي هون في عندي انه شوا هي ايب لحظة صوية اوريكم اياها اامحي هدال خبش هي طلاعوا انا عندي هون ابثيليم وفي عندي هون بلد فاكتور ماشي شو الاشي اللي بينه اللي هو بكون الانترستيشيال ιس بايس democratic biادون مصل. وبرضو كمان عندي الاسم مصهول كله هادي حواليه بكون شو؟ بكون هو هادي الانترستيشيال щоى ماتريكس. ما شوا هلأ شو هي المكونات اللي بتكون بيه الانترستيشيال متريكس هي كالتالي. بكونا في بيكون فيها فايبرل كولاجين وبرضو بيكون الكولوجين الايه الاندلاج الماترك Со من الجمحين كما يكونporة Fibronectin ميكوش اللقاب باقي يعني بس هدول هم المذكورين كلهم عنا تمام هلأ هدولا كلياتهم من اللي بيصنعهم اللي هو زي ما تحكوا الميزين كواملس اللي هم خلايا اللي كونكتف تشوف اللي موجودين غاض من امثلة طبعا اللي هي الفايبرو بلاست الفايبرو بلاست من اهم الشغلات او الخلايا اللي بتصنع اللي هي مكونات الانترستيشية الماتريكس تمام وهكيف بكون شكلها بحكولنا التنتو فوم ثري ديمانشنال امورفوس جل يعني هي بتكون زي الجل تمام هيك قوامها بتكون امورفوس يعني ملهاش هيك شكل محدد بتكون يعني هيك عشوائية شكلها تمام فهاي هي فكرة الانترستيشية الماتريكس تمام اما التاني اللي هو البازمنت ميمبران هلا البازمنت ميمبران هذا انا بحكي لكم يا ملومة قبل من اقرأ انو هذا اكثر اشي مشهور وين بين دائما اللي بيتهيليم سأشوفو طلعوا كيف انا عندي ابيثيليم ماشي وفيه التحته اللي هو هي الفايبرو بلاس الفايبرو بلاس تعتبر connected tissue فمعناها بين الابيثيليم والconnective tissue شو بندلاقي بازمنت ميمبران تمام فالبازمنت ميمبرانه هو اهم اشي بكون بين الكنيكتب والابيثيليم تمام خلينا نقرأ الحكي عنا بحكولنا انو الابيثيليم بحكولنا انو البازمنت ميمبران الانترستيشي الماتريكس انكنيك تفتشو بيكون هايلي اوغنيزد هادا وين بيكون بيكون هايلي اوغنيزد بكمية كتير كبيرة الراوند ابيثيليا لسل and smooth muscle cell ماشي فهدا هو بيكون احناك اكتر اما كان بيحكولنا انه هادا لايز يعني شايس يعني بيكون موجود تحت بنيث ابيثيليام ماشي جاي هون كيف ورسكم بها الصورة كيف انهو تحت الابيثيليام بيكون ماشي فورمينج ابلات like chicken wire mesh شو يعني هادا الحكيتها شوفو شوفو هادا هو ال wire mesh تمام شو هو هو السياج الي بهاد الشكل اللي قدامكم لما احنا مكتوب عنا بالسلايدات chicken wire mesh يعني هو هادا السياج الي احنا بنعمل فيه بيوت الدجاج تمام هلا شو دخل هادا بالباثو وبس بحكول انه احنا شكل الخلاي بيكون عنا زي هادا الشكل تمام فبتكون هيك زي كنها شبكة بتكون بهاد الشكل تمام فهيك بس توضح مفهوم ال chicken wire mesh انهو هادا شكل البازمنت مبران كيف انه هيك بكون زي شو زي الشبكة تمام اللي هلأ وردتكم اياها من جوجل اوكي هلا شو هي اهم مكونات البازمنت مبران هلا اهم مكونات اللي انترسيشيز بس حكيناهم هون اللي هم كانوا هدول لحظوا شوي هدول تمام اما اهم مكونات البازمنت مبران خلينا نشوفهم هم بس ثلاثة اللي هم واحد للمينان اثنين الامورفس نن فيبريلال تايب اربعة كولاجين وثلاثة اللي هي البروتيوغلاك عنتها هدول هم مكونات البازمنت مبران زي ما انا حكيت لكم لسا من قبل شوي انه هي شو بتتكون يعني زي ما تحكوا هي من اهم اشي انها هي بكون الطبقة اللي فوقيها هي ابثيليام والطبقة اللي تحتها زي هو مثلا فايبرو بلاس يعني كونكتف تيشو فبتكون هي بين شو بين الابثيليام والكونكتف فهاي هي بتكون شو بزمن فهو عن شو بحكونا عنها بحكونا ات Luar بايدا اندر لاينينج يerecht بمزين كايمل apostle يعني بمزين كايمل يعنيalgicون بيكون شو ب颈 تحتهاенноuyuum والإبيثيليام بيكون فوقية ها فهي تبروها زي كيف السندويشة الطبقة اللي فوق بتكون ابثيليام الطبق اللي بالنص هي هي البيثمت مبران والطبقة اللي تحت بتكون هي الميزين كايمال اللي هي نفسها ثلاثة الللكونيكتف تشو تمام ؟ فهوهم برضو كمان طلعوا هاي السورية كيف انه ها poor وهذه هي الابثيليام وهذه هي الكنيكتفتي شو واللي بالنص اللي عنده هاي الاسفم الصفرية هادي هي شو هي البازمنت ميمبريان وهي برضو كمان سوريا النفس الشي خلينا هلا نشوف الفنكشن هلا شو هي تم تحكو الفنكشن تاعتها هي شو بتعمل لما تكون موجودة بين الخلايا اول اشي هي بتعمل سبورت ماشي بتعمل داعم للخلايا بيكونها فورسل انكور لتثبيت الخلايا الفيكسيشن ان تثبيت الخلايا مكانها في اشي لازم يكون هيك يوصل الخلايا ببعضهم ويثبت الخلايا ويرتبط بالخلايا فهو هاي من اهم فوائد ان هو بيعطي سبورت بدعم الخلايا بيثبتها مكانها وبرضو كمان بتحكم بالمايغريشن تحكم بإنتقال وحركة الخلايا وبرضو كمان بيحكو لنا مينتيننس أو سيل بوليتي اللي هي قطبية الخلية او شحناتها كلها طبعا بتتأثر بالإكسترسلير الماتريكس وبرضو كمان هما بيتحكموا بالسل جروث ماشي انهم هو الخلايا ماشي بيحكو لنا انه تضاعف الخلايا احنا برضو بنقدر نتحكم فيه من خلال الإكسترسلير الماتريكس حسب الجروث فاكتور اللي رح نعطيهم للخلية يعني نجيبهم من الإكسترسلير الماتريكس وبرضو كمان مينتيننس أو سيل ديفرنشيشن اللي هو زم تحكم تمايز الخلايا برضو كمان بتأثر بالإكسترسلير الماتريكس اللي بيكون حواليها حكو لنا نوع البروتينات يعني نوع البروتينات هي البروتينات الموجودين بالإكسترسلير الماتريكس يعني يلعب ضر مهم بالدرجة التمايز الخلايا أربعة سكفولدينج أوفتيشو رينيوان يعني هم هم بيعملوا إدعامة سكفولدينج للتيشو تمام وخمسة انهم هم بتحكولنا باونداري بتوين إبثيريام أندر لاني كونكتب تشو يعني بيكونوا زي عملين حد أو حاجز بين الإبثيريام والكونكتب وستة بيحكولنا انها هي ستوريج أند بريزنتاشن أوف هي بتعتبر مخزن لالجروث فاكتور فطبعا هذا إشي شو مهم إنها هي بتعتبر مخزن فمتما الخليجة بدها جروث فاكتور فهي دايريكت رح تاخده من نوع من الإكسترا سليلر ماتريكس لهون إحنا بنكون تعرفنا بشكل عام على هذا الإكسترا سليلر ماتريكس وتعرفنا على التوفورن وستعونه اللي هو الانترستيشيل ماتريكس وخلصنا كمان برضه البيزمنت ميمبران هلأ رح نروح نشوف الفايبرز اللي بكونوا موجودين بالإكسترا سليلر ماتريكس اللي هم الكولاجين والإلاستين والبروتيوغلاكنز خلينا نروح نشوفه هاي الكولاجين طبعا الكولاجين إحنا أخذناه العام بالثيستو غطوب بالثيستو يعني وهلأ بس خلينا نرجع نعدي يعني معلومات تيك عليه طبعا هتكون زي في الكولاجين معلومات متفرقة عن الكولاجين بشكل عام أول إشي بحكولنا أنه is the most abundant of matrix protein هو أكتر واحد منتشر ويكون موجود غنط مشي يعني هو رقم واحد بيكون إثناء تمام؟ هو بالجسم كله رقم واحد يعني هو فايبر رقم واحد بالجسم كامل تمام؟ بحكولنا it is synthesized by the fibroblast and osteoblast مشي هدول هو من الخلايا اللي هو بينتج منهم أوكي هاي هي المعلومة اللي ولا الثاني بحكولنا أن الكولاجين are fiber rest structure بروتين يعني أنه هو بروتين بس هو يعني fibrous يعني هو leaf من الألياف ماشي؟ يعني البروتينات لها كثير أشكال من ضمنها الألياف فهو يعني بروتين بس هو من الألياف أوكي؟ بحكولنا هذا بيعطي confere strength اللي هي tensile strength يعني أنه هو قوامه كثير قوي يعني هو متى ما يكون موجوده هناك بيعطي قوة ودعامة لهذا الأورغان ماشي؟ هلا قدام رح نشوف يعني الياف الثاني ما بتعطي قوة بتعطي مثلا مطاطية لهذاك الأورغان أما هذا بيعطي قوة كثير لا شو اسمه؟ لا الأورغان هلا هون بحكولنا التنسايل شو يعني تنسايل؟ يعني هو بينشد اسماء بيرجع زي مكان كيف يعني كيف بتعطي بس أنتو حدا فيكم مثلا يمسك قطعة الإماش ويشدها يشدها 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 فترخي وما ترجع زي مكانت ما يكون عندها المطاطية إنها تنشد وترجع هذا هو قوام الكولوجين تمام؟ فهو مش مطاطي إنه نشد ويرجع لا لا هذا بيكون من الألياف اللي لا بتكون كثير قوية وإذا نشدينها خلاص بتكون مطط كثير وما بترجع زي مكانت اوكا نكمل برضو كمان حكي سوري نكمل حكي برضو عن الكولوجين بحكولنا إنه هو الكولوجين are composed of three separate polypeptide chain اللي هي روبلايك triple helix شو يعني هاد شي؟ يعني بكون هاي في أنا عندي polypeptide واحد بعدين عندي polypeptide اثنين بعدين عندي شو؟ polypeptide هيدي أحطه بالأسرع polypeptide ثالث هلا هدول الثلاثة بكون هم هيك ملفوفات حوالين بعض كل واحد فيهم polypeptide الثلاثة مع بعض بيعطوني هاد الكولوجين تمام فالكولوجين هو بارع عن ثلاثة polypeptide ملفوفات حوالين بعض يعني هادي هي كيف هي تركيبته خلينا نكمل برضو كمان معلوماتنا عن الكولوجين بحكولنا إنه هو الكولوجين إله أكتر من ثلاثين نوع تمام؟ هي هاي يعني إله أكتر من ثلاثين نوع خلينا هلا نشوف بحكولنا هو ممكن يكون فايبريلال كولوجين أو ممكن يكوننا فايبريلال كولوجين ماشي؟ هذور إحنا أخذناهم العام بالهستو بس برضو كمان أكدوا عليهم إنه إحنا فينا فايبريلال ونين فايبريلال هلا خلينا نضبط هاي الفايبريلال هم مين؟ هم أهمهم يعني واحد واثنين وثلاثة وخمسة أما أن الفايبريلال هم أربعة وتسعة وسبعة تمام؟ خلينا نبدأ بالإشي نحكي عن الفايبريلال كولوجين هلا بحكولنا إنه كولوجين تايب واحد وثلاثة فورم اماجور بروبراتيشن هم أهم اشي بالخلاجب تشو اهنو اهنو عم نحكي عنه يعني هم أهم اشي بالهلا احنا عم نحكي عنه يعني احنا هلا اساساً عم نحكي عنه هو احنا ما عم نحكي بس عم بنجحز عشان المرة جاي نحك عن الهينج زي ما تحكوا الكولوجين هو أهم اشي منه رقم واحد وثلاثة في الهينج ووند and scar formation تمام يعني هما هدول اهم اشي بالربير تمام برضه كمان بيحكولنا انه هادي strength اللي هي القوة تاعت الفيبرال الكولاجين Derives from their cross linkage يعني زي ما تحكو تشابكهم مع بعض كيف انهم مرتبطين مع بعض كيف عاملين شبكة هو هاد بيعت قوة الكولاجين ماشي هلا هما كيف بيرتبطوا كثير مع بعض عن طريق اللي هي covalent bond ماشي هلا هاي ال covalent bond مين اللي بيحفزها هادا الانزيم اللي هو lyzeazyl oxidase enzyme هلا هادا الانزيم هو اللي بيحفز ال covalent bond تاعت الكولاجين وهو هادا الانزيم بيتحفز عن طريق فيتامين سي فنعيد السلسلة هاي انه الكولاجين لازم يكون cross linking لازم يكون مترابط كيف بيترابط عن طريق ال covalent bond بدها هادا الانزيم وهادا الانزيم بده فيتامين سي فعشان هيك زي ما مكتوب انه فيتامين سي ديفيشنسي هاب سكيلتال ديفورميتي زي الناس اللي عندهم فيتامين سي ديفيشنسي عندهم سكيلتال ديفورميتي لانه بصفي عندهم هيك مشكلة بالكولاجين بجسمهم تمام نعيد سريعا محتوى هاي الفقرة سرعا تمام علشان تكون كل امورها تمام هاي بدي احطها باللون الكوهلي احكيان انه طايب واحد وثلاثة هم اهم اشي انت بالهيلنج وون تماشي هادا اول اشي بعدين حكيان انه هو القوة تاعت الكولاجين بتكون من 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 ترابط الكولاجين مع بعض كيف بتعم عن طريق كووالانت بوند الكووالانت بوند بده هادا الانجيم و هادا الانجيم بحتاج و فيتامين سي مهم تمام حدا هي اول اشي خلينا سريخ خلينا نمحيهم علشان نشوف هلا الننفايبريل هلا احنا خلصنا شو الفايبريل خلينا نشوف الننفايبريل هلا الننفايبريل هكيانا هم اه رقم اربعة اللي هو وان بكون موجود بيكون بالباسمنت Vimbrain تمام؟ وبرضه كمان شو بكون في الان دي بكون في الان دي تايب هايو اللي هو تسعة تايب تسعة بيكون هم بالاستشق شو هو الانترفير تبراير تسك بتعرف البيرتبراً اللي هم موجودين بالعمود الفقري هاي بتكون بينهم ما شي اللي هو نوع تسعة بيكون بينهم وفي الناتايب هادا اللي هو بحطو شوية مهم اللي هو رقم سبعة هادو هن بكون موجود بيكون بالديرمل ابي ديرمل jonction اللي هو بين طبقات الجلد بيكون موجود هناك ماشي ايه وبحكونا ان الجلد تكدفكت انكلاجين يعني مشاكل الكولاجين ممكن تعملي امراض بالجسم ومن ضمنها هدولة المرضين هاد وهاد تمام احفظوها من هدولة امراض بتنتج عن مشاكل الكولاجين بجسمنا تمام فهاي كان فقرة معلومات عامة هيك عن الكولاجين هيك احنا خلصنا من الفايبرز اول واحد اللي هو الكولاجين خلينا نروح نشوف التانين هاي الالاستين هلا الالاستين قبل ما نفرق او خليني بس احكي لكم فكرته هلا هون الفكرة انه بكبون يعني هو انه بيعطي مرونة مطاطية للأوركن يعني مثلا كيف القلب علشان يضخ الدم لازم يكون عنده مرونة ويكون مطاطي ماشي يعني عشان يضخ الدم تخيل لو مثلا القلب قوامه زي العظام مثلا هل رح يقوم بوظيفة للضخ الدم او البلد ويسهل مثلا هل بنت فاع انه يكون هو كتير هيكا قاسي لا طبعا هذا بده اشي يكون زي مطاطي وهيكا يكون عنده شوية مرونة فالالاستين هو اللي بيعطي الأوركن هاي الخاصية تمام وبيعطيها قدرة انها هي ترجع زي مكان يعني انه الاشي يمط بعدين يرجع زي مكان ماشي فبحكونا انه ماشي زي الاورطة هو يعني هو اللي بيوزع الدم لكل الجسم فهذا طبعا ضروري كتير كتير انه يكون فيها زي ما انت حكوها الاستيسيتي تمام ومش بس الاورطة برضو كمان اليوتيرين اللي هو الرحم يعني مثلا الحامل علشان يعني زي ما تحكو الرحم بيكبر كتير كتير عندها لقدام عشان يستوع بحجم الجنين فاش طبعا انه لازم يكون عنده الاستيسيتي ومرونة ومطاطية حتى يكبر ويزغل وبرضو كمان السكن ماشي السكن يعني يجربوا هيك امسكوا جلدكم ومطو شوي بيرجع زي مكان صح وبرضو كمان اللي هم الاربطة كل هادال بيكون عندهم شو الالاستين بكمية كبيرة ماشي بحكولنا مورفولوجيكالي الاستيك فايبر كونسيست اوف شو بتتكوى من طبقتين بحكول لكور يعني بين النص ويكون شواهيها الاستل فالالاستن هو بيكون منبر النص تمام هو طبعا الاساس بيكون حواليه ايش اسمه فايبريلين Lycoprotein فدائما الالاستين متا ما يكون موجود بيكون حواليه شو هو الـFibradoin Lycoprotein والاثنين لازم يكون موجودين ببعض واي نقص بهذا ايناقص بهذا زي ما هلا راح نقرأ بيكون فهي المتلازمة اللي هي مارفانس سندروم بتكون ناتجة عن نقص هذا الفايبريلين اللي هو مفروض يكون موجود مع هذا الالاستين حتى يقوموا الاثنين بوظيفتهم الصحيحة وبيعطوا سليم هيك احنا بنكون خلصنا برضو كمان الالاستين خلينا نروح نشوف الفايبرز الاخير اللي مان هلا هادول البروتيوغلاكانز والهايلو رونين هادولا شو يعني همميزاتهم وخصائصهم انه يعني زي ما تحكوا مكتوب زي ما هو مكتوب highly hydrated شو يعني هادالاشي هممي كتير بيكون زي اللي فيهم مي تمام شو يعني بيعطي مرونة شو هي اللي بريكيشن هي زي تزييت او تشحيم الاشياء ماشي كيف متلا اه تشحيم بيكون عشان اشياء متلا ما ما تكون تخبط بعض او هيك فهمتوا كيف زي هم بحكولنا من الابثة عليها such as cartilage and joint كيف عند المفاصل حتى العظام ما تحتك ببعض بكون في زي مادة زي هيك بتعطي تشحيم او تزييت للمنطقة هناك بترطب بيناتم حتى ما ما يعني زي ما يحتكوا ببعض فهاي هي المادة اللي بتكون موجودة غض ماشي هلا هاي منشوف تتكوّن بيقولنا داي كونسيست أو فلونغ بوليس كريت هاي لونغ بوليس كريت شو اسمها كولد غليكوازامينو غليك هنس ماشي وبرضو كمان هاي اسمتان اللي هو الميوكو بوليس كريت ماشي هلا هدول كرياتها من اسمعها ومن امثلتها هدول من امثلتهم اللي هو الديرمتان سلفيت و الهيباران سلفيت وبرضه كمان من اهميته من هما ريزروفوار يعنى زي مخزن للغروث فاكتور يعنى هما بكونوا يعملوا سيكريشن لغروث فاكتور ويعطوهم للخلايا ومن اهم طبعا الغروث فاكتور اللي بكون موجودين فيهم هما الفايبر بلاست وهي بتكون تحفز الفايبرا بلاست هيك بنكون خلصنا النوع الثالث من انواع الفايبرس اللي معنا فهيك شو خلصنا كل الفايبرس ضاير علينا الشغل اللي هي الادهيس في Glycoproteins and Adhesion Receptor احنا هكينا انه احنا هي بيكون عندنا نتيشو وبكون في انا عندي بحضة شو ينرسم الخلايا انهم هم هدول الدوائر ماشي وحكينا انه الفراغ اللي بيناتهم هيدلونكم يا هيك بالاسود هو الاكسترا سيليلر ماتريكس هلأ الجزائيات الاكسترا سيليلر ماتريكس لازم تكون بلازق بعض وبرضه كمان الخلايا مفروض يكونوا بلازقين بعض وبرضه كمان الخلايا مع الاكسترا سيليلر ماتريكس مفروض يكونوا بلازقين بعض فهذا الاشي بيكون عن طريق الادهيس في Glycoprotein اللي موجود بالاكسترا سيليلر ماتريكس والادهيج اندسيبتر اللي موجودين على الخلايا ومن اهمهم هو الفايبرونيكتن واللمينان والانتيجرين سماشي هلأ الفايبرونيكتن واللمينان هدول بيكونوا ادهيسة في غلايكو بروتين موجودين للاكسترا سيليلر ماتريكس اما الانتيجرين هذا بيكون موجود على السلز حتى تلتصق هيك بالاكسترا سيليلر ماتريكس عن طريق هدولة المولكيولز خلينا نروح اللي نشوف واحد واحد فيهم ونتعرف عليهم اكتر هاي هاد السلايد بيحكولنا الادهيسة في غلايكو بروتين هدولة بيكون موجودين بالاكسترا سيليلر ماتريكس والادهيج اندسيبتر اللي هما بيكون موجودين على الخلايا حتى يلتصقوا كلهم شوه ببعض هلا بحكولنا بيكون موجودين بالسلسل الادهيجين يعني التصاق الخلية بالخلية المجاورة وبرضو كمان الانكسترا سيليلر ماتريكس وبرضو كمان بايندينج بين اكسترا سيليلر بايندينج كومبوننت كلهم لازم يدزق بعض عن طريق هدولة الادهيسة في غلايكو بروتين والادهيجين ريسيبتر ماشي وإحنا حكينا انهم ثلاثة الاول هو الفايبرونيكتن الثاني هو اللمينن والثالث هو الانتيجرين خلينا نشوف اول واحد فيهم اللي هو الفايبرونيكتن هلا الفايبرونيكتن هذا بيكون بالاكسترا سيليلر ماتريكس بتشيبه ريوع بعض الفايبرونيكتن بيكون موجود بالانترستيشيال اكسترا سيليلر ماتريكس اما اللمينن بيكون موجود بالباسمنت ممبرين تمام هاده هو الفرق بين أطهم خلينا نحكي اول واحد عن الفايبرونيكتن اللي هو الموجود بالانترستيشيال اكسترا سيليل رماتريكس بكون هذا Synthesized by Fibroblast هاي الخلية هي بتصمو وبرضو كمان المونوسايت وبرضو كمان الاندوثيريا بسيل هدول ثلاث خلايا هم اللي مسؤولين عن تصنيع الفيبرونيكتن محكولنا It binds the extracellular matrix component together Also attached the integrin and to fibrin in blood clots شو يعني بلد كلوت شو يعني هاد الحكيان هم هم بيوصلوا مكونات الاكسترacellular matrix مع بعض وبرضه كمان بيساهموا بالاتاتشمنت للانتاجرين اللي هو بكم موجودة على الخلايا فهم بيربطوا مكونات الاكسترacellular matrix مع بعض وبرضه كمان بيربطوا الاكسترacellular matrix مع شو مع الخلايا تمام وبرضه كمان بيرتبطوا بالفابرين لما يكون بدنا نكون كلوت اللي هي خسرة بالدم تمام وطبعا هيا التكون الخسرات في تكون الفابرين هالأشياء مهمة بالهيلن ان شاء الله الفيديو القادم رح نعرف كيه بس المهم انا عندي اليوم اللي هو انه بس نتعرف بشكل شريع هيك عالفابرينتن انه هو شو هو بيطلع من الفايبروبلاست والمونوسايت والاندوثيريا سل وهو بيرتبط بالاكسترacellular matrix component وهم مع بعض يعني بيوصل الاكسترacellular matrix مع بعض وبرضه كمان بيوصلهم بالانتاجرين اللي هو موجود على الخلايا هيك هو بيوصل الاكسترacellular matrix مع الخلايا وبرضه كمان بيكون انفولبت بعملية الهيلنج عن طريق انه بيكون يتصل بالفابرين بحيثية رح نفهمها نسوء الله المرة الجاي اما التاني اللي هو اللمينان خلينا نسوف هلا هاد اللمينان بسو اسطة بحكولنا هاد طبعا حكيتلكم بسوي انه بيكون موجود بالباسمنت الممبرين مش بالانترستشيال اكسترسلular matrix هو بيكون بالباسمنت و بحكولنا انه هاد الادهيجن ريسبتور ايضا نقاذ سل الادهيجن مولكيول هادا كان موديولات سل بروليفريشن ديفرنشييشن انت موتاليتي بتحكم بالخلية بالخلايا يعني هو بالباسمنت ممبرين بتحكم بالخلايا المجاورة فيه بتحكم بالبروليفريشن تضعف الخلايا و الديفرنشيشن تمانس الخلايا والموتالي تحكم بحركة الخلايا تمام بس هاي هي المعلومات المكتوبة عن الا من انا فانتو خلص احفظوا كل واحد ومعلوماته الاخير اللي هو الانتجرين الانتجرين هادا زي ما تحكو هاي خلية يكون عليها ريسيبتر الانتجرين تمام هلا هاد الانتجرين زي ما تحكو هو ريسيبتر تقريبا موجود على كل خلايا الجسم تمام وهو بساهم بانه يرتبط الخلية مع الاكسترسلوري الماتيكستار خليا نقرأ بحكولنا الانتجرين 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 هو عائلة كاملة من الترانس ميمبرين غلايكو بروتيين ذات الانتجرين هو اهم ريسيبتر للانتجرسلوري الماتيكستار عشان احنا نرتبط بالانتجرسلوري الماتيكستار المحيط بالخلية بحكولنا من امثلته اللي هو اللامينانز والفايبروليكتن لا مش من امثلة عصلة من امثلة ريسيبترات اللي موجود بالاكسترسلوري الماتريكست اللي هو بيرتبط فيها هي الفائبرو نيكتن واللمنان و هو الأنتجرين على الخلية بيرتبط بالفايبرولرikum вариد tavASON واللمنان اللي موجودين بالاكسترسلوري الماتريكستار وزي ما احنا قلت لكم اللي هو بكم الع לא�ب اغلب خلائق جسم الانسان بحكولنا illegal وهذا receptor are present in the plasma membrane of most animal cells اغلب الخلايا هي مش الانملين الانمل المفروض فيها انو الحيوانات والانسان المهم انها بتكون موجودة على اغلب الخلايا with the exception of RBC يعني بتكون موجودة على كل الخلايا معادة الرد بالنسل اللي هي خلايا ضم الحمراء بيحكولنا انه they point to many extraterrestrial matrix component هو بيتطبط بكتير مكونات جوى extraterrestrial component initiating signaling cascades cascades that can affect cell locomotion معشي ان هي بتتحرك يعني بتتحكم عن طريق هذا الاشي بحركة الخلايا والبروليفرation اللي هي تضام الخلايا والدفرنشياشن اللي هي تمايز الخلايا نمام فهيك احنا السوق بنكون تعرفنا على هدولا الادهيجن glycoprotein والادهيجن receptor خلصنا الفيبرنكتن خلصنا اللامنان وخلصنا الانتاجرين وهيك بنكون خلصنا كل موضوع الاكستراسلولار matrix الحمدلله يعني ان شاء الله مكمشوا تكونوا فهمتوا منيه هلا عنا هاد السلايد اللي بدنشوف فيه قصص growth factor هاي تسمى واخر شي بدنشوف فيه هو growth factor هلا اول شيء growth factor اللي هم عوامل النمو طبعا اكيد هم مهمين بعملية growth factor اللي هي اعادة بناء خلالة جديدة او عملية كل هم كتير كتير مهم فيهم اللي هو زي ما تحكوا growth factor لانه هو كمان اساسا هذا growth factor هو اللي بيحددها فعشان هيك هو طبعا مهم بعملية الهيلنج اول شي بدنشوف الميكنيزم تاعته كيف هو بيتم افرازه وبعدها بدننشوف امثلة على growth factors مهمين بعملية الهيلنج اول شي رح ندوح بس ندوح نتعرف على growth factor بشكل عام خلينا نقرأ بحكولنا انه cell proliferation اللي هو تضاعف الخلايا كان بيترغرد باي مني chemical mediators ماشي احنا نقدر نحافظه عن طريق chemical mediators منهم الهرمونات والسايتوكوين اللي اخدناهم بالكم كلم ديتر السابتر لا مش السابتر لماضي هذا السابتر اخدناهم بالaccute information وبرضو كمان growth factors مع شي اللي احنا هلا عم نحكي عنهم خلا هتو growth factors خلينا نقرأ عنهم بحكولنا هم the first two اللي هم الهرمونات والسايتوكوين have many other functions and discussed separately الاول اثنين هم الهرمونات والسايتوكوين ما دخلنا فيهم هدول لهم كتير وظائف و لهم كتير اصص فنثكونا منهم هلا خلونا بس بمين بال growth factor بحكولنا هاد growth factor خلينا نتوف بحكولنا انو حياة الخلية والبروليفرation اللي هو تضاعف الخلايا and which are important in regeneration and healing وهذا هو المهم عنا لانه احنا للفيديو الجاي راح نشرح regeneration and healing فكتير مهم بالنسبة لنا هلا نكون نعرف تحديدا بس عن مين عن growth factors هلا بدنا نحكي كيف بيأثر هاد ننسى ما تحكوا growth factor على الخلايا كيف كل بساطة عن طريق receptor بيكون عن خلية فاعتبروا انو مثل هان خلية وبكون في عليها receptor بس اللهم بيش هاد growth factor بيتطبط عليها فبيحفز اشياء معين نشوها تمام فهذه هي الالية يعني عن طريق growth factor و growth factor receptor الموجود على الخلية خلا ما ننقرأ هاد الحكي بيحقول لنا signaling mechanism of growth factor receptor ماشي growth factor receptor هاد اللي بيكون على الخلية كيف بيصغر او شو بيصير بيحقول لنا the major intracellular signaling pathway induced by growth factor receptor يعني انو صح هاده طلعوا علي صح احنا في عندنا خلية وعليها growth factor receptor هاي signaling pathway يعني سلسلة التغيرات اللي بتصير جوال خلية اللي هي induced by growth factor receptor اللي بسبب هاد growth factor receptor والgrowth factor اللي ارتبطوا فيها بيحقول لنا similar to those of many other cellular receptors that recognize extracellular ligand يعني الخلاصة ان هزاي هزاي اي receptor بالحياة بيكون على سطح الخلية بيرطبط فيه ligand اللي هو growth factor فبصير في عندي intracellular cascade يعني سلسلة احداث جوال خلية بتصير نتيجة ارتباط growth factor على growth factor receptor ماشي بيحقول لنا the binding of a ligand to its receptor trigger a series of events يعني انه يرتبط growth factor على ال receptor هاد رح يحفز مجموعة احداث series of events by which by which extracellular signals are trans transduced into the cell ماشي يعني انه هادان هادان extra cellular signals رح يصيروا يدخلوا على الخلية الاشارات بصيروا بدل ما هما بيجوا من growth factor عن طريق ال receptor وهيك بهم بيوصلوا الخلية leading to the stimulation or repetition فهيك احنا بنحفز الخلية انها هي تنمو او يصير فيها proliferation of differentiation او repetition اللي هي انه بنثبتها احنا تمام فهذا هو كل موضوحها هلا هي حسب هذا الاشي احنا بنقسمها لثلاث انواع حاليا احنا هون صرنا بالميكانيزم اللي هي طريقة عمل growth factor هلا هاي لها ثلاث انواع واحدة اسمها autocrine والتاني الثالثة endocrine هلا autocrine انه بكون في عنا خلية وبتطلع growth factor وبترجع بتنشط فيهم حالها تمام هاي اسمها autocrine ماشي فهاي هي الاولى اما الثانية اللي هي barocrine انه بكون في عندي خلية وبتطلع growth factor بتحفز خلية جنبها تمام اما الثالثة هي بس خليني امحي تمام اما الثالثة هاي الثالثة بكون في عندي خلية وبتفرز growth factor والgrowth factor هدا بروح بمشي بمشي بالاوعية الدموية عبل ما يروح على خلية بعيدة كتير ماشي هاي بيمشي 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 عبل ما يروح على خلية بعيدة كتير وبروح بنشرها تمام فهذا هو ان خلية تنصت حالها barocrine خلية بتنصت خلية جنبها والإندوكراين لا خلية تنصت خلية بعيدة خلينا نروح نقرأ هاد الحكي هي بحكولنا ان سيجنالينج ما يأكر يا اما اوتوكراين ان الخلية بتحفز حالها او باراكراين بتوين ادسانت سلز يعني خلائها لزم بعض او اندوكراين يعني اا اوفر جريتر دستانس يعني بكونوا بعاد عن بعض خلائنا نروح نشوف واحدة واحدة فيهم هلا اول واحدة اللي هي خليني اغير اللي هي الاوتوكراين والثاني اللي هي الباراكراين والثالث اللي هي الاوتوكراين خلينا نشوف الاولى هاي الاولى اللي هي الاوتوكراين بحقولنا المتشتسولة بالميدياتر اكت بري دومينانتلي on the cell that secret it يعني انو الميدياتر هدال بيطلع البروث فاكتر بيشتغر على نفس الخلية اللي افرزتهم هلا هاي الاوتوكراين وان اكتر اشي احنا بنلاقيها بيحقولنا انو this pathway is important in immune response بتكون اكتر اشي بتفاعلات المناعة ومن اهمها طبعا اللي هم خلايا الليمفوسايت الليمفوسايت هدال بيكونوا يحفزوا حالهم عن طريق السايتوكراين ماشي فهي بتكون تفرز السايتوكراين وهيك بتكون تحفز حالها فيه تمام وبرضه كمام بيكون بالابيثيليا الهايبربلاجيا تمام تذكروا الهايبربلاجيا اخدناها بالسبتر الاول واخدنا من امثلتها الفيسيولوجيكا الهايبربلاجيا هو الكمبنزاتري هايبربلاجيا انه لما الليفر اللي هي الكبد نقصها ترجع بتبني حالها عن طريق الهايبربلاجيا فبرضه هاد كمام بيكون يعني زي من تحكوا خلايا الليفر بيكونوا يفرزوا مواد يحفزوا حالهم انهم يعملوا هايبربلاجيا فهذا من اهم طبعا الامثلة كلها على الاوتوكراين خلينا هلا نشوف الباركراين الباركراين بيكون حكينا خلية بتحفز خلية جنبها ماشي بيحقولنا هاي بتكون عشان نجذب او زم تحكوا نحفز خلايا وبرضه كمان كتير مهمة طبعا هادي هي الاهم بالنسبة لنا لانه احنا حاليا عم نحكي اساسا عن فهي هاي هي البرس البرك البركرا البركراين هاي هي الاهم بالنسبة لنا لما احنا حاليا عم نحكي عن الهيلينج والاخير اللي هي الاندوكراين سيجنالينج وهاي انه خلية خليني امحي هاي انه بقول انا عندي خلية وبتفرز مواد المواد دهولة بيمشوا بالبلاد فيسل ماشي بيمشوا بيمشوا عبر ما يوصلوا خلية بعيدة وبياثروا فيها تمام خلينا اخرى بحقولنا يعني هما بنفرزهم بالدم بتشتغلوا على خلايا بتكون بعيدة عنهم هيك احنا بنكون خلصنا تاعة كيف انهم هما بشتغلوا خلصنا هدول التلات طرع خلينا نروح نشوف امثلة على هدول اللي بشاركوه بعملية الهيلينج هما زل ما انتو شايفين هم قدامنا هما تمانية تمام اللي هو الاول الاي جي اف التاني تي جي اف الفا اللي بعديه هو الاتش جي اف اللي بعديه هو البي اي جي اف والبعديه هو البي دي جي اف والبعديه هو الاف جي اف واحد واثنين واللي بعديه هو التي جي اف بيتا واللي بعديه هو الكي جي اف تمام هدول كلهم اختصارات اسماعهم الكاملة موجودة بالسلايبات احفظوهم طبعا كاسماء كاملة من السادات واحفظوا طبعا اكيد اختصاراتهم وكل واحد رح يكون الى شوية برضو كمان لازم تحفظوهم عنهم معلش هو موضوع بدو احفظ وعن جدا هذا الفيديو كتير طول بس من باب ترتيب الافكار بصراحة حبيت اخلصوها كله مرة واحدة حتى لو كان طويل عادي انتو بتكونوا اكيد اسمتو هاي من هون بنبلش احنا نحكي عن شو عن هدا ال growth factor هدا الاهم بالنسبة اللي بكون موجودين بعملية ال regeneration اول واحد اللي هو ال EGF حكينا وهدا بيرمز لشو ال ابي ديرما ال growth factor التاني هو ال TGF الفا وهو بيرمز للترانسفورمينج growth factor الفا اللي بعدية هو ال HGF وهو بيرمز ال hepatocyte growth factor خليه نشوف واحد واحد فيهم هلا احنا كل واحد بنشوف هو من وين بطلع وشو تأثيره تمام اوكي هلا من وين بطلع رح نلوينها بال هاد ال ال ازرع تمام هادي الاولى اللي هي ال ابي ديرما ال growth factor هاي released from activated macrophage keratinocyte and others self هي بتطلع من الماكروفاج و الكيراتينو سايت طب هي شو تأثيرها راح نحطهم بالألم الأخضر انها هي it is mitogenic for keratinocyte يعني هي بتحفز الكيراتينو سايت انها هي تنقسم وبرضه كمان لل fibroblast معشي انها هي بتحفز ال fibroblast انها تنقسم بحكول انها هي stimulate keratinocyte migration بتحفز الكيراتينو سايت انها يعني تغير مكانها وبرضه كمان stimulate granulation tissue formation بتحفز انه سير في عندي شو granuloma اوكي وحكي هاي احنا كان عنها قبل مش ضروري هلا كثير ندخل بتفاصيل ل granulation بس الفكرة انها هاي زي ما تحكو ال EGF بتحفز ال granulation وبتحفز الخلايا مثل الكيراتينو سايت و fibroblast اما خلينا هلا نحكي عن التانية والتانية برضه كمان رح نحكي شو الخلايا اللي بتطلعها وهي شو تأثيرها التانية بحكول انها هي released from activated macrophage برضه كمان من macrophage وبتطلع كمان من T lymphocyte وال كيراتينو سايت ماشي هدول هي الخلايا بتطلع منهم وشو تأثيرها بحكولنا it stimulates replication of hepatocyte بتحفز تضاعف خلايا ال liver وبرضه كمان بتحفز replication لل epithelial cell تمام فهاي هي التانية اما التالتة اللي هي ال HGF هاي برضه كمان اسمها scatter factor تمام هاي scatter factor شو هاي 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 اول شي من وم تطلع بحكولنا released from fibroblast stromal cell in the liver and endothelial cell كل هدولة بيطلعوا هاي ال HGF معشي طب هاي شو دورها او شو بتعمل بحكول انها هي enhanced proliferation of hepatocyte بتحفز خلايا ال liver انهم هم يضاعفوا وبرضه كمان بتحفز ال epithelial cell انهم يضاعفوا وبرضه enhance cell متلتي بتسهل حركة الخلايا تمام فهاد growth factor التالت وهذا هو دور خلينا نروح نشوف الباقيين الرابع اللي هو خلينا نرجع اللون الاحمر اللي هو vascular endothelial cell factor وهذا احنا نرمز له V E G E معشي وإله تلت انواع صاري اربعة اللي هم A و B C و D اللي بعدية هو الخامس اللي هو blastlet activated growth factor وهذا احنا نرمز له B D G F والسادس هو Fibroblast growth factor وإحنا نرمز له اللي هو F G F وهو فيه منه نوعين واحد واثنين تمام؟ خلينا هلا نشوف واحد واحد فيهم اوكي هلا اول اشي الرابعة اللي هي V E G F اللي هي Vascular endothelial cell factor هلا هاي من وين تطلع بحكولنا انها هي released from mesin chymal cell يعني ال connective tissue cell تمام؟ طب شو بتعمل؟ بحكولنا Stimulate of endothelial cell بتحفز تضاعه ال endothelial cell وبرضه كمان increase vascular permeability هذا هو دورها من اسمها Vascular endothelial cell factor فإسه طبيعي هي بتساعد على هاي الشغلات اما بالنسبة للخامسة اللي هي platelet derived growth factor هلا هاي من اسمها platelet derived يعني انها هي من وين تطلع بتطلع released from platelet وبرضه كمان تطلع من macrophage وبرضه كمان تطلع من endothelial cell وبرضه كمان تطلع من الكيراتينوسايد ومن smooth muscle cell كل هدا اللي بتطلع منهم ماشي هلا هاي شو بتشتغل بحكولنا انها هي chemo tactic to neutrophils يعني هي بتجذب لنيوتrophils لمكان inflammation وبرضه كمان تشتغل نفس الشي على macrophage وعلى fibroblast وعلى smooth muscle cell وبرضه كمان بحكولنا انها هي stimulate the production of extra cellular matrix بروتين بتحفز صنع البروتينات المجدين بال extra cellular matrix اما خلينا نحكي هلا عن growth factor السادس اللي هو FGF اللي هو Fibroblast Growth Factor هلا هدا من وين بيطلع بيحكولنا انه released from macrophage mast cell telymphocyte and endothelial cell and other cell ما شي هو بيطلع منهم كل اياتهم بيحكولنا it is chemo tactic and mitotic for fibroblast يعني شو دوره انه هو بيحفز اول اشي كيمو tactic يعني بيجذب الخلايا و mitotic يعني انه بيحفز انقسام الخلايا من هم احدا الخلايا 1 Fibroblast 2 Keratinocyte تمام زي ما بنقرأ بيحكولنا it is stimulate keratinocyte migration بيحفز الكيراتينocyte انها تغير مكانها اه وبرضه كمان بيحفز الانجيوجينيسس اللي هو عملية تكوين بلد بسهل اشداد مكان الانفلاميشن علشان احنا نعمل the healing وبرضه كمان بيحفز the wound contraction وال wound contraction ان شاء الله رح ناخدها الفيديو القادم كيف انه احنا لما بنعمل healing لجروح او لمكان الجروح رح يصير فيه contraction رح ينقبض مكان الجروح وبكرا ان شاء الله او مش وكر يعني اصدو الفيديو القادم رح تشوفو كيف يصير هاد الاشيو وبرضه كمان هو بيحفز الماتريكس الماتريكس يعني بيساعد الماتريكس انه هو يتصنع ويشر ترصب مكانه تمام فهيك احنا خلصنا اول ستة growth factor هم بصراحة ما بدهم فيهم هم بس بدهم شو حفز كل واحد اعرفه من من بطلع وشو تأثيره ضايل علينا سبعة وثمانية السابع ايش اسمه اسمه transforming growth factor beta تمام اا وهذا احنا شو بنرمز له بنرمز له TGF beta اما الاخير اللي هو التامن اسمه كيراتين وسايت growth factor واحنا بنرمز له KGF ماشي؟ خلينا نشوف واحد واحد فيهم اول اا اا سادس سابع واحد هو transforming growth factor beta اللي هو TGF beta هادا released from when بيطلع من البلاثت التيلومفوسايت الماكروفاج الاندوثيلياسل الفايبرو بلاست والسموث مصلسل معلش بدكم تحفظوهم هم شوي دم تحكو يعني فيهم اشياء مشتركة بس مش مشكلة هاي شو بتستغل؟ بيحكوون انها هي chemo tactic for neutrophils بتجذب المكان الماكروفاج وبرضه كمان نفس الشي للمكروفاج والليمفوسايت وبرضه كمان للفايبرو بلاست والسموث مسلسل بس يعني تمام وبرضه كمان من وظائفها انها هي Stimulate extracellular matrix يعني هي بتحفظ صنوع extracellular matrix وبرضه كمان انها هي بتثبت الأكيوت لما يكون خلاص مثلا هو بس الحد لازم يخلص وتخلصنا من المايكروبات احنا خلاص بمبلش نصبط فيه عن طريق هذا transforming growth factor beta والأخير من growth factor المعنى هو keratinocyte growth factor اللي هو KGF هلا هذا منهم بطلع بطلع من Fibroblast شو بعمل؟ بحكولنا تستمولات keratinocyte migration بحفظ يعني انها تغير مكانها هاي الكيراتينو سايت وبرضه كمان بحفظ لها البروليفريشن انها هي تضعف وبرضه كمان differentiation فهو من اسمها keratinocyte growth factor فهي بس بتشتغل على الكيراتينو سايت وبتحفظ المايكريشن تاعها والبروليفريشن والديفرانشياشن بتحفظ تضعفها وتمايزها وبرضه كمان انها تغير مكانها تمام تحفظ المايكريشن تاعها هيك احنا بنكون شرحنا هدول الثمانية growth factor خلصناهم هيك وخلصنا وخلصنا كلها على بعضها هيك خلاص الحمدلله خلصنا الفيديو الطويل تاليوم معلش سامهوني انجدك عن فيديو طويل بس يعني زي ما تحكو مش مشكلة الفيديو طبعا مهم وانجزنا فيه كمية سلايدات ما عمري انجزتها قبل بفيديو واحد فهد الشي برضه كمان يعني بعوض عن طول الفيديو تمام فالله هو مخلص الحمدلله خلصنا يعطيكم الف الف عافية ادرسوا هاد الموضوع منيح وبدو حفظ بصراحة فهو مائلو دخل بالباثو بزي ما احكيت لكم مساعدكم ان شاء الله على فهم الفيديو القادم حلو الاسئلة هلا بتكون موجودة واي سؤال عندكم ما حدا يتردد انه يبعتلي او انه تنزلوا على الجروب يعطيكم الف عافية والسلام عليكم اشتركوا في القناة